موسيقى أسعد الله صباحكم وأوقاتكم مشاهدين الكرام سعيدة بلقائكم في هذا العدد الجديد والمتجدد من هذا الصباح الذي يأتيكم على الثالثة الإخبارية للتلفزيون الجزائري سنخدمكم طيلة هذه الفترة الصباحية بفقارات خدمتية وأخرى موضعتها رفقة ثلة من الضيوف المختصين كل في مجاله وتتابعونا في عدد اليوم في الفقرة الصحية سنتعرف على تخصص الطب النووي في تشخيص وعلاج السرطان في المراحل المتقدمة فقرة أخرى مشاهدين الكرام سنقف عند دور المراكز في معالجة ومكافحة الإدمان وأيضا المرافقة النفسية والشخصية دائما وفي شق المسابقات سنقف عند مسابقة كأس الجزائر في نسختها الثالثة في الشق السياحي وقفة عند الطبعة السادسة للمهرجان الدولي للسياحة الصحراوية بالوادي والذي سينظم ابتداء من الرابع عشر نوفمبر الحالي وفي الشق الثقافي مشاهدين الكرام سنسلط الضوء على الحضور القوي للثورة المجيدة خلال أيام الصالون الدولي للكتاب سيلة سبعة وعشرين في مجال التتويجات سنستضيف معنا في هذا الصباح المتوج بجائزة القضاء والقانون لجامعة الدول العربية كل هذا مشاهدين الكرام وفقارات إخبارية ورياضية تتابعونها بعد هذه الورقة الجوية من تقديم الزميل كريم مرزوق ابقوا معنا موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية موبيليس معا نصنع المستقبل مشاهدين الكرام سعد الله صباحكم بكل خير تبقى نسبة رطوبة عالية خلال هذه الصبيحة كذلك الضباب سيميز تقريبا كل سواحل والمرتفعات الداخلية يجب أخذ الحيطة والحذر للإخوة السائقين الرؤية ضعيفة في بعض الأماكن أحيانا رديئة إذن ستتحسن تدريجيا خلال نهار الأجواء ستصبح مغاشة جوزية نحو المناطق الغربية على العموم مشمسة لكن بالمناطق الوسطى والشرقية السحب السفلة تبقى حاضرة قد تكون مرفوقة بأمطار ضعيفة ومتفرقة نحو السواحل الأمطار ستكون على شكل زخات رعدية بالهداب الوسطى وحتى بالأوراس أما شمال السحراء ومنطقة الواحات هي الأخرى ستشهد بعد السحب السفلة تكون مرفوقة بأمطار محلية نحو جنوب منطقة الواحات بينما الصفاء سيميز أغلب مناطق الجنوب الكبير مع تطاير للرمال بالسحراء الوسطى وأقصى الجنوب سيجعل هنا أيضا الرؤية ضعيفة درجات الحرارة خلال فجر النهار اليوم سجلنا كعند مقياس بتيارة بتسع درجات وأعلى مقياج جنوبا بـ 21 درجة نحو أضرار وإنسالح أما خلال ظهيرة اليوم الحرارة القصوى ستكون معتدلة على أغلب المناطقة الشمالية تقرب 19 بالبيض 24 درجة بتيارة كذلك بقسنطينا وباتنا 23 درجة بالعاصمة ترتفع إلى 27 درجة بطارف عنابة وسكيكدا 25 درجة بتزيوزو وقلمة 24 درجة بتيارة وسعيدة أما جنوبا 27 درجة بشمال الصحراء كذلك بإليزي لن تتعدل 24 درجة بجانات وتصل إلى 34 درجة بأدرار بيتين دوف وبرج برج مختار البحر خلال نهار اليوم سيكون هادئ على كل سواحل رياح ضعيفة على العموم يوم الغد بحول الله مصلحة الأرصاد الجوية ترتقب عبر اتراب جوي ضعيف النشاط نحو المناطق الوسطى والشرقية لكن ما سيميز حالة التقص هو الضباب ونسبة الرطوبة العالية خلال الصباح على كل سواحل والمرتفعات الداخلية تصبح الأجواء مجمسة على العموم بالمناطق الغربية سحب سفلة عابرة دائما نحو المناطق الوسطى والشرقية مرفوقة بأمطار محلية وضعيفة نحو السواحل تكون على شكل أمطار عادية بنسبة للمناطق الداخلية الوسطى والشرقية استقرار في الوضعية الجوية على كل المناطق الجنوبية مع استقرار أيضا في درجات الحرارة يوم السبت بإذن الله دائما السحب السفلة تبقى حاضرة نحو المناطق الوسطى والشرقية مرفوقة بأمطار متفرقة المناطق الغربية ستلتحق بها سحب لتعلن عن قدوب اتراب جوي وهذا خلال الليل يوم الأحد بإذن الله نرتقي بعبور اتراب جوي آخر سيشمل المناطق السحلية الغربية وكل المناطق الوسطى والشرقية الأمطار تكون ضعيفة ومتفرقة بالمناطق الغربية على شكل زخات رعدية بالمناطق الوسطى وحتى الشرقية شمل السحر والسورة أيضا ستشهد بعد السحب العابرة مرفوقة بأمطار رعدية محليا ودرجة الحرارة تبقى مستقرة على العموم نطوي هذه الورقة الجوية بوقت غروب الشمس نهر اليوم على مستوى العاصمة سيكون في حدود الخمسة مساء وخمسة واربعين دقيقة مشاهدين أشكركم على حسن المتابعات تبا يومكم وفي أمان الله مبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية مبيليس معا نصنع المستقبل شكرا لزميلة سابرينا بوزيان على كل هذه التفاصيل الجوية إذا انتحية صباحية مجددة لكل من التحق بنا اللحظة وهذا البث الحي لبرنامجي هذا الصباح نستهل بولا فقرات هذا الصباح مشاهدين الكرام بالحديث عن الجو المسابقاتي حيث يعود نادي سلاك التابع لجامعة هواري بومديين بببزوار إلى تنظيم نسخة الثالثة من مسابقة كأس الجزائر المسابقة الوطنية للروبوتات للحديث والتفصيل أكثر عن حول هذه المسابقة وأيضا حول النادي نسعد باستضافة طالبة صوفيا أيت مصباح عضو في نادي السلاك صباحك سعيد شكرا صباحك سعيد مرحبا بك إذن في البداية قبل الحديث عن المسابقة مراحلها وأيضا على ما تتضمن عرفين أكثر بناديكم نادي سلاك نادي سلاك هو نادي علمي الذي يسباز على الإلكترونيك و الإنفرماتيك وكذلك لدينا من 1984 نسباز على 5 أكس نديروا للمسابقات نديروا للمسابقات نشاركو في المسابقة نديروا للمسابقات نشاركو في المسابقة إيطانيك هين عندنا لسختي بيداغوجيك باش الطلاب تاع الجامعة يتعرفوا على المجال العلمي العملي يعني لما نتحدث على هذه المسابقة التي تعود في نسختها الثالثة يعني يجب أن نتعرف عليها قبل الحديث على المراحل التي ستمر بها للتفكير فقط أن هذه المسابقة ستنظم اليوم نعم المسابقة على الجيرين روبوت كاب تنقسم إلى دو فاز الفاز اللولى نديرت في 27 أفغيل نديرت في سنك ولاية تشينا عن نبا غردايا باتنا وهران وارجي نديرت في سنك ولاية الفيناليست اللي ربحوا يجوا لدوزيان فاز لدوزيان فاز اللي هي اليوم لسات نوفمبر لدوزيان فاز حي تكون في الوستي أجبي ونفو دو لدو الوديتوريوم باب زوار لفيناليست يجوا عندنا تندر لكمبتيسون من سيشارك في هذه المسابقة؟ المشاركة في المسابقة حيكونوا طلاب الجامعة في دفران ملايات كما قلنا من قبل يجوا يشاركوا عندنا يعني يكونوا منتمين لنوادي علمية أم فقط طلاب عاديين؟ طلاب عاديين ما فرصلا يكونوا في دي كلوب سيونتفيك تكون طالب بلا روبوتيك تشارك يعني دائما نشاهد أو نلاحظ أن هذه المسابقات تنظم بالشاركة مع العديد من النوادي العلمية خاصة في التخصصات التقنية هل ذات الحال يعود بالنسبة لهذه المسابقة؟ هذا المسابقة في كوندد على سنك ولاية في السنك ولاية كان عدنا دي كلوب بارتنار في السنك ولاية حالة نحن نخدمو لهم 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 لتشاركوا في التخصصات التقنية يمكن أن نصيب حلول هذه المشاكل. لذلك يجب أن يدروننا روبو لإحل هذه المشكلة تلوث في البهر. ماذا عن لجنة التحكيم؟ هل هذه اللجنة كانت على مستوى كل المراحل أم فقط ستكون على مستوى المرحلة النهائية؟ لجنة التحكيم. في المرحلة الأولى كان لجنة التحكيم المخصصين جداً في الدومانتة الانفورماتيك، الروبوتيك هذا المجال. على مستوى كل ولاية؟ على مستوى كل ولاية. عندهم لجنة التحكيم خاصة. اللفظ الثاني لجنة التحكيم كيف كيف ماشي تعالى فاز الولايات، تعالى فاز الثاني يكونوا واحدة أخرين مختصين جداً في المجال هذا. طيب، يعني التوضيح للمشاهدة الكريم أو بالخصوص للطلب المهتمين بمثل هكذا مسابقات، فربما يعني الوقت متأخر للحديث عن شروط المسابقة في نسختها الثالثة، ربما ستكون هناك نسخة أخرى، ما هي الشروط التي تضمنتها يعني هذه المسابقة؟ الشروط لازم يكون عندك أنه قراب، ماكسيموم كاتر برسون، ما تكون شوحدك، من التنين حتى الأربعة، المشاركة، الشروط المشاركة، كن الشروط محددين، يعني التقيض فقط بموضوع المسابقة؟ نعم، في نفس الداوزين برقات، سيكون عندهم انكاية تشارج، ما الكاية تشارج، على حسابه يديروا الروبوتات. هل هناك ربما مواضيع معينة يعتمد عليها نادي سيلاك في اقتراحاته خاصة خلال هذه المسابقة؟ اقتراحات مواضيع المسابقة، مثلا الروبوتات في أي مجال؟ في مجال، الهدف للجروبوتكاب هو أن نصيب حلول للمشاكل التي يوجد في الوطن. كما قلت لك، هذه الاختراعة كانت البحر، الهدفة كانت على الحرائق، تم دغبوا لصيبنا حل الحرائق لإصراء وكل صيف. يعني كل ما يتعلق بالتغيرات المناخية، المجال البيئي، طيب جميل. يعني المرافقة، مرافقة الأساتذة مهمة جدا في هكذا يعني مسابقات وهكذا استحقاقات، خاصة النوادي العلمية اليوم أضحت فضاء لولادة العديد من الأفكار الإبداعية أيضا بالنسبة لهذه المسابقات التي من الممكن أن تضيف للمجال الإبتكاري. يعني كيف كانت مرافقة أساتذة جامعة هواري بمبومديان بالخصوص لهذه المسابقة؟ نعم دعمنا جدا للمسابقة. مام لجري كاين الساتذة اللي دعموا جدا هذه المسابقة وكانوا معنا. وهل يعني هناك أيضا حضور للشريك الاقتصادي باعتبار أنه عضو مهم جدا في مثل هكذا مسابقات؟ يمكن أيضا أن يحتضن بعض الأفكار التي من الممكن أن تكون خلال هذه المسابقة؟ نعم حيكونوا بإذن الله اليوم في لفن مونتانا أبارتر دي 14. نعم نعم. نحن دائما متفتحين الأفكار تحوم الاقتراحات تحوم. مام أي إضافة علمية تقدمها لكم هذه المسابقات وتنظيمها على غرار يعني الاحتكاك والتعرف على الطلبة في مختلف الولايات؟ نعم. الجمع الموادي هي إلى توانع نعمه بصيلاتنا. بصيلاتنا أن كل منواع الكيوني يحب أن يحصل لحلول المشاكل التي يتكلميها. ومنح بنا أن الروبوتيك ندخلها في حياتنا اليومية لحلول. طيب. يعني عندما نتحدث على هذه المسابقات تتحدث على تبادل الخبرات ما بين المشاركين أو المتسابقين أيضا التعرف ربما على نوادي علمية أخرى يمكن أن تكون هناك شاركة فيما بينها في باقي الاستحقاقات أو المسابقات اليوم الدور الذي تلعبه هذه النوادي في الساحة العلمية بالتحديد خاصة في المجال التقني ممكن تعود إلى كسو نعم قلت لك هل يعني النوادي العلمية اليوم تمثل عامل مهم وشريك أساسي في مجال الابتكارات يعني كيف ترين أنت إضافة هذه النوادي بالنسبة لك أنت عضوة في نادي سيلك ماذا قدم لك ربما انضمامك لهذا النادي سيلك قدمني الكثير تعلمت بزرح فائز على تخفر سيلك مثل كوته براتيك في الإنورسيتي لا يكون كائن كوته براتيك بزاف سيلك كائن يوفرنا التجارب المجال التطبيقي على غرار هذه المسابقة ما هي الخدمات أو النشاطات التي يقدمها النادي كائن دي فرماشن في ديفران دومان روبوتيك، ديزاين، بروغرامات ما هي غايتكم منها أو ما هو الهدف الأساسي من تنظيمها؟ نحن مدابينا المنبغي تعلموا لطلاب الجامعيين تكون عندهم مليحة في المجال تحهم الرحلة تحهم تكون مع مربع جميل يعني هنا نتحدث أيضا على هذه الطبعة هذه النسخة الثالثة سبقتها نسختين أو طبعتين من قبل ما هي الميزة الأساسية لهذه الطبعة؟ هذه الطبعة الطبعة اللي من قبل كان كائن ربعة ولايات هذه الطبعة رهم خمسة ولايات كما قلنا غردايا، عنابا، باتنا، أرجي، ووهرن بذل هذه طيب، يعني اليوم أنت كطالبة ربما من خلال هذه المسابقة ماذا يمكن أن تقولي للطلبة من أجل الانضمام للنوادي العلمية؟ نقول لهم بلي انضموا للنوادي العلمية بسك أحدث لكم بزاف في المسيرة الجامعية تاكم هذه طيب، تحدثنا عن الشروط، تحدثنا عن المراحل تحدثنا على التعريف بالنوادي نادي السيلاك التابع لجامعة هواري بومديان حتى المراحل واللجنة التحكيم التي تتكون من الأساتذة، ماذا عن الجائزة التي سينالها المتوج بهذه النسخة؟ الجائزة لجائزة هي أن تكون، كما قلنا، 20 مليون لأول ملايين، 10 مليون لأول ملايين، وخمس مليون لأول ملايين، وخمس ملايين لأول ملايين باقي فقرات هذا الصباح ابقوا معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بكم مجددا مشاهدين الكرام باقي فقرات هذا الصباح ما تزال متواصلة والحديث الآن عن الدور الذي تلعبه المراكز في المرافقة النفسية لمعالجة ومكافحة الإدمان الحديث والتفصيل أكثر حول هذا الموضوع نسعد باستضافة البروفيشير بوعلام سمعون مختص في الأمراض العقلية صباحك سعيد مرحبا بك ربي نورك إذن بروفيشير نتحدث اليوم على الدور الذي تلعبه المراكز اليوم في معالجة ومكافحة حالات الإدمان وأيضا دور المرافقة النفسية للمدمنين نهضر لك لكلينيك تعنا لبدأ ثلث شهور فقط وهي أول عيادة عندها تخصصات تحا كليفة نسيح؟ أليس؟ 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 يا أول إدمن c'est un fléau c'est très fréquent 1 sur 7 de la population fera un trouble psychiatrique et c'est la première cause des invalidités ou c'est la deuxième cause des arrêts de travail مهد موش etc où les les troubles psychiatriques en général sont excluants et stigmatisants mais قبلهم إنسان parce que parce que c'est un fléau qui fait chier d'Europe via la violence et la clinique Téanac c'est la seule qui s'occupe de façon adaptée aux troubles psychiatriques et aux addictions de façon cohérente et de façon adaptée par rapport aux troubles C'est-à-t-il-s-t-il-s-s-t-il-s-s-t-il-s-s-t كيف يمكن أن نحقق مرافقة نفسية من خلال هذه المراكز؟ ربما كيف يجب أن تتعامل معها لإخراج المدمن من حالة الإدمان؟ كيف يمكن أن تتعامل معها لإضمان؟ منها؟ منها دواء على أنواع الأدوية، لا يتعلمون وشيء أو لا يتحسنين هل كل حالات الإدمان تحتاج إلى أنواع الأدوية؟ يجب أن يدوية، ما بين الوسائل التي يطلبها المريض من أكلين أدوية لها لديها حواج أخرين أولاً، إنه أولاً، إنه أولاً المدمنين لديه أرجوان. أيضاً، في حالة 24، المريض يستطيع أن يذهب، يستطيع أن يذهب، يتعالج. حسب تطور حالة المدمن؟ هناك حالات ومراحل بدرجات مختلفة ومتفاوتة. الإدمان كيف يبدو. هناك درجة واحدة لحالة الإدمان. هناك خطر في الإدمان كيف يستعمل بزاة محويج. هل يمكن أن يفعل أوفردوز، أو حالات الموت. ولكلينيك الليلة عندها وسائل، أذكرت الإرجانس، كانت تكنولوجياً مدرنة. تقنيات حديثة. تقنيات حديثة. تقنيات حديثة. تقنيات حديثة. أريد من الملادي كانت حديثة. في الإدمان، كانت حديثة. إدمان الإسكيزوفريني كانت بزاف معواج وكان بولدان متقدمين عندهم جاهدوا الأليات الموجودة في العيادة وعندنا مخبر ولكلينيك عندنا ونسوكب دي پاسيون دي المالدي دي پاسيون مجدون بيناتر بشي يعيش بي في الكلينيك عنده سالة سبار عنده كويزين عنده كلش يعني يتم التكفل به من كفة النواحية التي من الممكن أن تساعده في العلاج من هذه الحالة المرضية التي كما وصفتها وصفت الإدمان بأنه مرض 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 ما عندوش دواء المعين باش يخرج من الإدمان سبري كسي پارفو سي لان يا دي بتترشوت سي تتطافي نرمال دان 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 ماذا يمكن أن نقول بروفيسور يعني كيف يمكن أن نشخص حالة المدمن هي سؤالة أكملية باش كن مريضو حدو يجي يقول لك عييت حبيت نحب سادو باش كدرام ساحتو ما يخدم ما يرقوش كن بزاد نحوه وكن وحنا دورك لحظنا بلي دو 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 ساستطيع ستنفليه سوسي سوسي مقدروش نغطي مرضى دو مستعرفوش بيه ولا بارس ك سا دو 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 غاب نعم يعني نظرا لخطورة هذا المرض تحدثت على أهمية تشخيصه وتحدثت أيضا على عامل السن وعامل الجنس يعني في حالة وجود مدمنين شباب هل يعني الإرادة وحدها يعني موين الممكن أن تساعد في الخروج من هذه الحالات لازم الإرادة لازم من الإرادة مما عندوش نكونوها كيف موين الممكن أن تساعد من الإرادة موين الممكن أن تساعد موين الممكن أن تساعد تساعد موين الممكن أن 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 تساعد شباب يتم عرض الرجالية لهم يتمكنون جدًا لهم يتمكنون المبهور و الأجسارة يتمكنونون في فالك أبدًا فعله زلطر لكن يتمكنون بثالث فالرابط وخرج من المتجدين ينبغي تنسف ويضعون المتجدين ويجعلون ويجعلون جيدا هناك أولادات ويجعلون جيدا هذه التقنيات اليوم الموجودة على مستوى مركزكم مثلنا اليوم تظهر لها تظهر فعاليتها وتظهر نجاعتها في معالجة ومرافقة المدمنين المدمنين ومرافقة العقلية تظهرون بها لأنه يجب أن تغيير كل هذا هذا بالنسبة للبروتوكول العلاجي وحتى التقنيات العلاجية المتوفرة على مستوى مركزكم نتحدث أيضا عامل مهم هو عامل الإرادة كيف يمكن أن نغرس عامل التحفيز والإرادة من أجل التشافي وأيضا من أجل التوجه لمثل هكذا مراكز للخروج من حالات الإدمان مراكز 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 في حالة المرض وأيضا سرية سرية بالنسبة للمركز هناك العديد من الأشخاص من يخافون مواجهة هذه الأمراض أو أن ينشر خبر تعاطيهم أو حتى في حالاتنا في حالاتنا أجل التشافي نعم على أن نعم على التشافي وعلى التشافي على التشافي أجل التشافي لا يستطيع أن يرى أجل التشافي أو أن يدخل أو أن لا يرى أجل التشافي يعني يمكن أن نقول أن ملفات المعالجين أو المرضى الذين يأتون على مستوى مركزكم يعني ملفات سرية سرية ليس غير الإدمان ليس أمراض العقلية لا ينشفهم لا يسمع ومثل لا ينشفهم هناك رئيسي لا يسين أجل تدفع هناك كما يدرس وإيقافين للمواجهة طيب أستاذ يعني لما نتكلم على كل هذه النقاط تحدثت على طرق العلاج طرق الوقاية تحدثت على ربما الأعراض تحدثت على البروتوكول العلاجي لكن ما هي الأسباب التي تؤدي خاصة بفئة الشباب اليوم يعني نجد العديد من الشباب في سن مبكرة يعني يعانون من الإدمان ما هو السبب الرئيسي والحقيقي وراء هذه الحالات كان بزاف من الأسباب ما كانش تسبب واحدا ستقبل ستمتفكتوريال بزاف الفاكتور ما تقدرش تقولي هذا اللي دا ولا فقر ولا عندو دراهم ولا لا كان بزاف كان أبي أقصويته دو كالكان كان خالط الناس يشربوه ويرو يشرب دونك ماشي مقدرش نقولي هذا اللي مدارة سي بلزور فاكتورو ممتون طيب بروفيسور نبقى دائما في سياق هذا الحديث ولكن مشاهدين الكرام فاصل قصير بعده نواصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا مشاهدين الكرام ما نزالوا متواصلين دائما والحديث على المعالجة من حالات الإدمان دور المرافقة النفسية في تحقيق هذا المسعى تلتحق بنا في هذه اللحظة البروفيسور هاجر بو رقعة مختصة ومعالجة نفسانية عيادية سباحك سعيد سباح الخير وشكرا على الدعوة مرحبا بك كنا قد توقفنا نحن والأستاذ على حالات الإدمان تحدثنا عن الأسباب الأعراض ربما أي دور يلعبه العامل النفسي خاصة في المراكز العيادية في إخراج المدمنين من حالة الإدمان على مستوى عيادتنا ليلى المختصة في الصحة العقلية والنفسية نقوم بمعالجة جميع المرضى الذين يعانون من جميع أنواع الإطرابات وبالتحديد الإدمان على المخدرات والكحول بكل أنواعها فيما يخص المعالجة النفسية نحن فريق متعدد التخصصات لدينا طبيبة أمراض عقلية دكتورة برزوان جهاد تتقوم بتكفل النفسي للمرضى أيضا الذين يعانون من إطرابات الإدمان بالطبع تحت إشراف المدير الطبي بروفيسور سمعون وفيما يخص المعالجة النفسية العيادية هذا يدخل في التخصص فيما يخص المرضى الذين يعانون من إطرابات الإدمان نقوم بالإضافة إلى المعالجة بالمعالجة عند زملائي المختصين في الأمراض العقلية نحن... c'est-à-dire la prise en charge psychotherapeutique et la prise en charge psychiatrique ça se complète l'un ne peut exister sans l'autre c'est-à-dire la prise en charge ننشاهد كفريق واحد نعم نعود للاختصاص كمعالجة نفسانية نحن على مستوى عيادتنا لدينا سبع طوابق كل طابق متخصص في العلاج لدينا المستشفى النهاري والمستشفى الليلي المستشفى النهاري لجميع الفئات العمرية للأطفال، للمراهقين، للراشدين وأيضاً لكبار سن الذين يعانون من اضطرابات عقلية فقط وأيضاً لدينا في القسم الأول الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات الإدمان نساهم لدينا آليات متخصصة مثل اختياماس، دتياماس، لفياء كل هذه التقنيات العلاجية تساهم في الدعم النفسي للمرضى الذين يعانون من اضطرابات الإدمان ومن الاضطرابات العقلية بصفة عامة كنا قد تحدثنا قبل قليل مع البروفيسور سمعون تحدثنا على درجة حالات الإدمان وحتى على عامل السن هل هناك من الأشخاص من لديهم نظرة سودوية بالمعالجة أو الخروج من هذه الحالات كيف تتعاملون معها؟ لما يأتي المفحوص نحن في الكفالة النفسية والكفالة العقلية العامل الأساسي من شروط العلاج النفسي كيف تتعاملون مع المفحوص؟ يعني عندما يكون المفحوص موتيvé كيف تتعاملون معه؟ هنا هذا يسهل من عملية العلاج وفي بعض الأحيان عندما نتفهم العائلة العائلة سيكونوا مقلقين يجيبوه فرصي لكن يكون المعالج النفسي يخدم على هذا المفحوص كما نحن بازة على الاليانس الترابيطي يقول الأول تحسوا بي كي ينسرية المهنة أنا إطاني بسيكولوج كلينيسيان بسيكو ترابيط نقول للمفحوص أنا مراني إمام نقول لك هذا حلال هذا حرام لوضع أحكام نحن أجيبوه لكي تجيبوه ما يجبوه هو أنت تسفرانسي بسيكو كيف تعمل هذا الاليانس الترابيطيك؟ الاليانس الترابيطيك هي العلاقة المختصة مع المفحوص ونقول له بالليل لأن هنا نحن أنا فيما يخص اضطرابات الإدمان لدينا في علم النفس العيادة عدة تقنيات علاجية ومن بين هذه التقنيات العلاجية لدينا refill pour éloire وإنمن الذي وهو ان نفحوص يكون مفحوص تماماً في العلاجية في الترابي يجبوه ما هذا نحن إذا عدد المحتصرة وهنا والمنحوص على وجبه نهاحن كيف كيف لدينا من حجر ك realizing كلمن مسألة عندي tradicional يعني إن exact مفحوصاً ومتلكtra وعشارة في لدينا فيا atta shirtsعادة escal дивانيح để change طراعاً rhythm ضبطون ونطرق وموسيقى تقبل حالة المرض خاصة بالنسبة للأولياء مع بناهم يلعب دور كبير في تحفز المد من على الخروج من هذه الحالات أجل الأولياء كما نقول بالدرجة نعذرهم لأن هناك إضافة صعبة يقولون أنهم لا أعرفون أنهم يتعلمون فالأطفال يتعلمون يقولون أنهم لا أعلمون منغول لتعلمون لذلك نقوم بالفلاد دي دانسي يعني يحملون نفسهم مسؤولية ما حدث ses أبنين نحن نقولون لهم في التعامل الـ دعم النفسي نقولون أنهم لا يوجدون وہاً أو فاقصة يوجدون أنهم يساعدون أنهم يقومون täällä يقولون انهم يساعدون يقولون أنهم يساعدون لهم leurs enfants donc les parents ندروا لهم دعم نفسي حتى les parents عندهم عندهم la surcharge mentale, la pression sociale donc même على مستوى العيادة qui دخلوا عندنا المرضى الذين يعانون من اضطرابات الإدمان, ندروا لهم des groupes de paroles thérapeutiques يعني مجموعات كلامية هذه المجموعات الكلامية المرضى مبينتهم الذين يعانون من اضطرابات الإدمان, مبينتهم il vide l'aux-sac donc il va être un dame معnoie, مبينتهم هذا فيما يخص الحالة أو المرافقة النفسية, نعود دائما بروفيسور سمعون, نتحدث على البروتوكول العلاجي نتحدث على الأليات التي يوفرها المركز من أجل المرافقة النفسية وأيضا توفير آليات علاجية أخرى على مستوىكم نتحدث على مستوىكم نتحدث على مستوىكم التوعي قبل التوجه نحو هذه المراكز كنا قد تحدثنا نحن والبروفيسور عن ضرورة الوقاية من هذه الحالات يعني كيف يمكن أن نقي اليوم الشباب من الوقوع في فخ الإدمان الإدمان لديه 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 برماتر لذلك الأشخاص الذين يعانون من الترابات الإدمان يحوسوا الكامل بزوان بزوان بهذا لأنه كنا نحن على الإدمان الإدمان هو الإدمان على السلوك أو فعل مام لو كنا نشوف باللي لا يوجد بزوان يتعطي باللي هاد المدى المخدرة اللي راهو يتعاطاها راه يتقادي فيه مي كنا نحن على المستوى العقلنا المنتاليزيان ما كانش كنت كنت نحن على شارج هاد هاد للي لدينا نتخافي نخدمو على المنتاليزيان نخدمو على الامبولزيو كوغنيتيف دون كين عوامل بزاف لنخدمو عليهم ولكن للوقاية أنا نولي للآباء الولادكم اللي كونوا في مرحلة الطفولة في مرحلة الطفولة تلبية الحاجات الطفل تلبية الحاجات الطفل يعني المعاملة كي يأتي النفان إليكس بخير سيزي موسيون ما نقول لوش اسكت ولا نيقليجي هادك لاموشيون كبت نعم نعم لكبت هادك المشاعر لأن أغلب الإضطرابات اللي يعانوا منها في فترة الرشد في الراشدين تعود لمرحلة الطفولة وحنا هنا في الأرجعين هادك تعرض للعنف الأساري ربما هو ما يؤدي إلى الشباب يعني خاصة في سن المراهقة لتوجه نحو هذه ربما الأشياء أو الممنوعات التي تؤدي بهم إلى الإدمان نعم في أغلبية دجا الشباب الذين يعانون من إضطرابات الإدمان على المخدرات يبدوها في الأرجع من 10 سنين 11 سنة وتكمل معهم بسنة لذلك أنا أدو أفضل 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 نعطي هذا الوقت الوليدي نسمع له لأنه كي يجونا إضطرابات الإدمان دي ما يجي مع إضطراب عقلي مساحب وهذه إضطرابات الإدمان يعدهم علاقة كبيرة مع التخوب داتاشمان التخوب داتاشمان نلقى التخوب داتاشمان أسوسي مع نطر تخوب المنتال نعم شكرا لك شكرا لك سمعون على كل هذه النقاط التي تحدثت بها بخصوص دور المراكز وبالتحديد مركز إلازة لمعالجة ومكافحة الإدمان شكرا جزيلا مرحبا إذن مشاهدين الكرام فاصل قصير بعده نواصل شكرا شكرا إذن مشاهدين الكرام نسعد بلقائكم مجددا وفقرة صحية طبية أخرى سنناقش فيها الدور الذي يلعبه الطب النووي في تشخيص وعلاج مرض السرطان الحديث والتفصيل أكثر حول هذا النوع من التخصصات الطبية نسعد باستضافة البروفيسور سكندر رحابي طبيب مختص في مستشفى محمد لمين دباغين ببابلوات صباحك سعيد بروفيسور صباح الخير شكرا مرحبا بك معنا إذن قبل الحديث على الطب النووي وكيف يمكن استخدامه في علاج مرض السرطان نتحدث على ما هو الذي نقصده بهذا النوع من التخصصات الطبية الطب النووي هو تخصص طبي يقوم ب هو عنده دورين في التشخيص الاستكشاف والعلاج وهو يستخدم مواد مشعة نسميه مواد صيدلينية مشعة نحقنها للمريض ولما تتمركز في الخلايا المريضة والسرطانية سنقوم باستكشافها وتصويرها بأجهزة مخصصة لهذا الغرض ما هي هذه الأجهزة المخصصة والتي تستعمل فقط في تخصص الطب النووي نعرف أن تخصص الطب النووي فيما يخص استعمال المواد الصيدلينية مشعة هم فقط الأطباء النوويين لمخوّلين باستخدام هذه المواد أي مادة مشعة مختص هو طبيب النووي الأشعة كانت نوعين من الأشعة كانت أشعة جاما كاميرا وكانت أشعة مؤخرا تقنية جديدة البيتسكان هذه الأشعة عندها خاصية أنها ترصد الأشعة جاما التي تأتي من المادة الصيدلينية التي حقنها المريض وهي تكنولوجيات متطورة جدا يعني تطورتها سمح بتسريع تقليص فترة الفحص بتقليص كمية الجرعة يعني المادة الصيدلين المشعة للمريض وأصبحت أكثر دقة وأصبحت تعطينا فضل تكنولوجيا فيها تعطينا إمكانية أنه لعننا معاينة مرئية للمرض وأيضا كيفية يعني كمية يعني نقدر نتبه بها تطورات المرض في مرح المختلف طيب أنا تحدث على نقطة مهمة هي أنه الطبيب الطبيب النووي هو فقط من يختص في استعمال هذه التقنيات ما الفرق ما بين الطبيب العادي والطبيب النووي هو طبيب هو طبيب عام بعد قام باشتياز امتحان التخصص وبعدها تكون في الطب النووي والخاصية هو التكوين يعني في التكوين تتلقى تكوين فيما خص استخدام المواد المشعة المشعة في المجدان الطبي بطبيعة الحال هذا اللي يخلي الطبيب نووي هو الواحد المخول باستعمال هذه المواد يعني هذا المجل هذا ما هوش مدرس في الاختصاصات الأخرين يعني غير الطب النووي طيب بما أننا نتحدث على مرض السرطان ونتحدث على الدور الذي يلعبه هذا التخصص في علاج هذه الأورام الخبيثة ربما أي نجاعة أو فعالية تكون في المعالجة نعطيك نبدأ يعني على كيفية استعمال طب النووي هو يعني طب النووي يقوم برصد وتجسيد يعني الخصائص الوظيفية للخلايا يعني نسميها التصوير الجزئي يعني في الخلية والنسيج يعني قبل ما تبدأ تكبر في الحجم وتولي مرئية يعني للعيان تبدأ الوظيفة تحت تغير لأن الصلاة سترطانية توقع لها يعني تغييرات جينية راح تغير تصرف هذه الخلية مقارنة بالخلية العادية راح تقول لي نمو تحتها راح تتسرع بكثرة تكاثر تحتها يكون أسرع من الخلايا العادية ونشط تحتها يكون أكبر من الخلايا العادية كل هذه الخصائص يعني الوظيفية للخلايا السرطانية احنا نستغلوها في الطب النووي بحقن مواد صيدلينية مشعة راح تروح للخلية هذه يعني بكثرة لماذا؟ أولا إما الخلية راح تكون تستعمل هذه المادة في النشاط تحها إما راح تكون عندها مستقبلات خلاوية على سطحها تحتاج لهذه المادة بيش تقوم بإفرازاتها ولا هذة المادة تستخدمها لإفراز هرمونات مثل غضة درقية تستعمل اليود لإفراز هرموناتها التيترو وتيكات احنا في الطب النووي نعطيه لها يود لكن مشع راح يقوم بفضل إشعاعات القوية اللي فيه راح يقوم بتدمير هذه الخلية وقتلها طيب يعني دكتور لما نتحدث على قتل هذه الخلايا المسرطنة ونتحدث أيضا على الدورة الذي يلعبه هذا التخصص الطبي في معالجة مرض السرطان نعرف جيدا أن مرض السرطان فيه حالات مراحل ودرجات في أي درجة يعني يمكننا استخدام أو توجه لحل الطب النووي طبيعة وعد مراحل المحلولة هي التشخيص نعم في التشخيص كان تشخيص مبكر وكان التشخيص بعد ما يكون عنا لتأكد بالمرض السرطان في المبكر احنا تكلمنا في المستوى الخلاوي والناسيج قبل ما نوصل للعضو يعني يعطينا فرصة باش نكتشف المرض مبكرا قبل ما يتطور في المرحلة الثانية عندنا المرض المريض الطبيب عنده لدياجنوستيك نحب نشوفه إذا المرض مشا نقدر نقومه باستكشافات الطب النووي مثل يعني تعالعظام ونشوفه مثلا إذا المرض مشا في العظام أو لا هذه في مرحلة التشخيص لكن بعد ما يكون عندنا قبل ما نوصله للعلاج المرحلة الثالثة العلاج الطب النووي نقدر نستعمله في العلاج عطيت مثال تعلق الغدى الدراقية بعد العملية يقدر يكون الخلايا السرطانية مازالت نمد اليوض المشع كعلاج للغدى الدراقية وكان علاجات أخرى يعني مش منطولوش مرحلة أخرى اللي نستعمله في الطب النووي هي قبل العلاج بين المريض يأخذ العلاج وبعد العلاج يعني باش نشوفه بدأ نجاة العلاج عند المريض يعني في كل مرحلة متابعة لمرض السرطان يعني هذا التخصص الطبي يساعد في الكشف على السرطان وأيضا يساعد في العلاج منه نعم يعني يعني كما مثلا نقول سلاح ذو حدين ذو حدين حدين في نفس الاتجاه وهل تكون له ربما أثار إيجابية أثار سلبية لاستخداماته نعطيك مثال على الكشف هو مبدأ جديد نوفو كونسير تسميه تيرانوستيك تيرا يعني نستعمل نفس المادة الصيدلانية المشعة بعد أن نعطيك صارتها مثل الغوضة الصمة عندها مستقبلات في سطحها تحتاج هذه المادة باش تقوم بالإفرازات وتقوم بدورها ندولها المادة هذه مع المادة الصيدلانية مع مادة مشعة هذه مرحلة الأولى ستعطينا التشخيص الاكسي استكشاف لما نشوف أن هناك خلايا يعني تركز بكثرة هذه المادة الصيدلانية المشعة نقدر في هذه الحالة نعطيه علاج له نفس المادة الصيدلانية التي تلسق في المستقبلات ولكن نغير المادة المشعة التي نركبها معها ندولها مادة مشعة تكون الإشعاع تحتها الطاقة الإشعاعية تحتها تكون أكبر بكثير باش تقوم بعلاج هذه الخلية السرطانية طيب هل يصلح لكل أنواع السرطان كل أنواع السرطان كين أنواع السرطان لأبحاث رأي فيها نقدرون نعالجوها نعطيك مثال الغدد الدرقية الغدد الصماء مرض سرطان البروستات نعم أنك لما كنقول مريض عنده المرض مشاله في العظام ويوصل المرحلة المتقدمة والألم يزيد عليه وما يتجاوبش مع كل المسكنات يعني حتى المورفين ما يتجاوبش معها كين دواء في الطيب النووي نعطوه للمريض نحقنه يروح هذا الدواء يلتسق في العظام ويكون مسكن يقدر المفعول يروح تلسط شهور تسعة شهور يعني كمسكن للألم طيب يعني هنا في هذه النقطة نعرف جيدا أنه البروتوكولات العلاجية خاصة لمرض السرطان لها أثار على الصحة الجسمية للجسم ما هي الأثار التي تنجم ربما عن العلاج بالطب النووي الأعراض يعني هي مقارنة مقارنة بالأعراض التي تقدمها للدواء الكيموي يعني بعيدة كثير يعني ما كانش أعراض يعني خاطيرة 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 هي قبل ما نمد الدواء كينا حاجة التي نقدر لازم نتأكد منها هي الوظيفة وظيفة الكليا يعني تأكدوا الكليا ريمليحة لماذا لأنه الدواء لا يؤثر عليها لا هو ما يؤثر عليها الدواء لا يؤثر على الكليا وإنما مدام هو دواء مشاع ورح نحقنوه المريض الخراج هذا الدواء من الجسم رح يمر على الكليا ولا يكون كليا ما تخدمش مليح رح يتراكم في نسبة الكليا والإشعاعات ورح تضروا الكليا لذا نتأكدوا أسكال الكليا تخدم مليح باش الدواء يخرج بسرعة من الجسم يبقى غير وين الخلايا السرطانية ثاني عضو يعني اللي يقدر يكون هي النخاع يعني لموال أوصوز لموال لروج هذه حساسة للإشعاعات يعني هذه يقدر أو آخر يعني الإشعاعات الخارجية لما تكون قريبة من النخاع يعني العظمي رح تقدر تأثر عليه تقدر تكون عندك أنيميا ويقدر نقص فقر في الدم وبعدك يقدر يكون يعني مرحلية يعني ماشي دايما يعني العراض ثانوية طيب بروفيشور يعني لما نتحدث على هذا النوع من التخصصات الطبية الذي له اتجاهات عديدة في الكشف وأيضا في معالجة أمراض السرطان من هي ربما الحالات التي يستوجب أن نقوم بها بهذا التخصص الطبي يعني الحالات التي تستدعي ربما التدخل الطب الطب النووي يعني أعطيت كمثيرة يعني الغدد الصماء الغدد دراقية البروستات والكين النورو بلستومة عند الأطفال هذا كامل كين أدوية لها الحالتين يعني التخصص عنده مكانة في المتابعة المرض لما يكون المريض يأخذ دواء كيميائي قبل ما يبدأ العلاج سنقوم بفحص في الطب النووي بال بتسكان بتسكان هذا نستعمل فيه نظير للسكر ال ف دي جي لماذا لأن الخلايا السرطانية تنشط بكثرة ويكون نشيطة استهلاك للطاقة طاقة هذه جيها من السكر نحن نعطي لها نضير للسكر ليس نشطها سيكمش للمرحلة التي تعمل النشاط يتمركز داخل الخالية ونشوف قبل العلاج سنعود أستسمحك فقط سنعود لاستكمال الحديث عن حالات التي تستدعي استعمال طب النووي في معالجة السرطان ولكن الآن مشاهدنا الكرام نتوجه إلى ستوديو الأخبار أين تتواجد الزميلة نجوة عبدالعزيز وموجز التاسعة صباحك سعيد نجوة صباح الخير رتيبة صباح الخير مشاهدنا الكرام ألقاكم في معدن إخباريين بعد الفاصل أهلا بكم مجددا بداية استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أمس رئيس السقفة الجزائر جون بول فيسكو اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية بعلام بعلام ووزير شؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي وعقب اللقاء عرب رئيس أساقفة الجزائر عن امتنانه بالاستقبال الذي خص به من قبل السيد الرئيس الذي هنأه على تعيينه بصفته كاردينالا لقد تشرفت اليوم باستقبال من قبل السيد الرئيس الذي هنأني على تعيين من قبل البابا فرانسيس بصفة كاردينالا هذا القرار مهم جدا من البابا وهو إشارة قوية للجزائر وكنيستها ويشرفني جدا أن رئيس الجمهورية شرفني بهذا الاستقبال شكرا جزيلا لكم هنأ رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تابون في رسالة نظره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة انتخابه هذا نصها صاحب الفخامة دونالد جون ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة الرئيس يسعدني بمناسبة انتخابكم رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية أن أتوجه إليكم باسم الجزائري شعبا وحكومة وباسم الخاص بأصدق عباراتي التهاني وأخلصي التمنيات بموفور الصحة وسعادة في أداء مهامكم السامية واقتنموا هذه المناسبة لأذكر بعمق علاقاتي الصداقة التاريخية التي تجمع الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية ولأشيد بالديناميكية الإيجابية التي تشهدها الشراكة التنائية في شتى المجالات معربا في الوقت نفسه عن عزمية العمل معكم من أجل ترقيتها إلى أفاق أرحب بما يختم مصالحنا المشتركة ولا يفوتني في هذا المقام أن أنوها بجهودنا التنائية في المحافلية الدولية وبحرصنا الدائم على تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشتركة والمرافعة لصالح المبادرات السعية إلى حفظ الحفاظ أقول على السلم والأمن دوليين باعتبار بلد عضو غير دائم في مجلس الأمني الأممي تفضل فخامة رئيس بقبول أسماء عبارات التقدير والاحترام هنأ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية سيد محمد والد الشيخ الغزواني أخاه السيد رئيس الجمهورية بمناسبة طورة تحرير الوطنية الجزائرية في ذكرها السبعين مقدما له أصدق تهنيه ومتمنيا للشعب الجزائري المزيد من التقدم والرخاء كما جدد الرئيس الموريتاني حرصه للسيد الرئيس الجمهورية على مواصلة جهود تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين لمصالح الشعبين الشقيقين كما تلقى رئيس الجمهورية تهني أخي أمير دولة قطر الشقيقة تميم بن حمد الثاني باسمه شخصيا وباسم الشعب القطرية في ذكرى عيد طورة نوفمبرية الخالدة متمنيا لسيد الرئيس ولشعب الجزائري المزيد من التقدم والازدهار وللعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين دوام التطور والنمى من جانبه نائب أمير دولة قطر الشقيقة عبدالله بن حمد الثاني هنأ رئيس الجمهورية بمناسبة حياء الجزائر الدكرى السبعين لطورة تحريرية المجيدة راجيا لسيد الرئيس موفورة الصحة والسعادة ولشعب الجزائري موصولة التقدم والازدهار هذا وبعث رئيس الجمهورية العربية السورية سيد بشار الأسد هنه لرئيس الجمهورية بمناسبة سبعينية طورة أول نوفمبر المدفرة ومن خلال سيد الرئيس هنأ الرئيس السوري أيضا الشعب الجزائري الشقيق متمني للجزائري دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار كما أعرب عن تقديره العالي لما تتميز به العلاقة الأخوية الراسخة بين البلدين معلنا حرصه البالغة على أن يشهد العمل الثنائي والتنسيق المشترك تطورا وتقدما مستمرين كما هنأ رئيس كوريا الجنوبية سيد يون سوكيول رئيس الجمهورية بمناسبة ذكرى طورة التحرير المجيدة متمنيا له موفور الصحة ودوام التقدم ورخاء للشعب الجزائري مبرزا أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع العلاقات التنائية بما يسمح بالمضي قدما لتنويع التعاون القائم بين البلدين خدمة للشعبين الجزائري والكوري الجنوبي من جانبه هنأ ملك مملكة هولندا الملك ويليام أليكساندر السيد رئيس الجمهورية بمناسبة احتفاء الجزائر بالذكرى السبعين لطورة التحرير المجيدة وهنأ بالمناسبة الشعب الجزائري متمنيا له كل الازدهار بدوره بعط رئيس جمهورية سلوفاكيا سيد بيتر بيليغريني رئيس رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية قدم له فيها باسمه وباسم الشعب السلوفاكي خالص التهاني في ذكرى عيدية طورتها التحريرية واغتنم الرئيس السلوفاكي هذه المناسبة للإشادة بمستوى العلاقات التنائية التي تواصل تطورها لا سيما في مجالات التعاون المشترك بما ينفع الشعبين متمنيا لسيد الرئيس والشعب الجزائرية مزيدا من التقدم والازدخار كما بعث رئيس جمهورية الكاميرون سيد بول بيا خالص التهاني وأصدق الأمنيات إلى رئيسي الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمناسبة إحياء الشعب الجزائرية الذكرى السبعين لاندلاع طورة نوفمبر الخالدة مشيدا بالعلاقة الممتازة التي تربط البلدين الصديقين ومتطلعا للعمل مع سيد الرئيس أكثر لفائدة الشعبين الجزائري والكاميرونية كما هنأ رئيس جمهورية أسباكستان سيد شوكات ميرزايف رئيس الجمهورية في ذكر عيد ثورة أول نوفمبر مقدما له لشعب الجزائري أصدق التمنيات بموفور الصحة والرخاء والتقدم الرئيس الأسباكي أكد في رسالته لسيد الرئيس العمل لمواصلة تطوير الشراكة بما يحقق مصالح الشعبين الذين تربطهما علاقات تاريخية غنية بالتراث والارث الثقافي المشترك مبرزا بالمناسبة ذاتها قناعته بالعمل مع سيد الرئيس الجمهورية للمضي قدما في تنويع تعاون البينية كما هنأ ملك إسبانيا فليبي السادس باسمه الخاص وباسم الحكومة وباسم الشعب الإسباني رئيس الجمهورية بالمناسبة ذاتها متمنيا له الهناء وللشعب الجزائري السلامة والإزدهار كما هنأ البابا فرنسوا بابا الفاتيكان السيد الرئيس بمناسبتها لاحتفالة الوطنية بدكرى طورة التحرير المضفرة متمنيا له التوفيق في مهامه وللجزائر وشعبها كل الخير والإزدهار تحت رعاية السامية لسيد الرئيس الجمهورية وتحت شعار نقر لننتصر تفتتح اليوم للجمهور فعالية الدورتها السابعة والعشرين لسالون الجزائر الدولي للكتاب بقصر المعارض الصنوبر البحرية التظاهر يشارك فيها أزيد من الفضار نشر من أربعين بلدا منها قطر كضيف الشرف حيث سيكون الزوار على موعدين مع برنامج تقافي متنوع يتمحور حول التاريخ والذكرة فلسطين إفريقيا وكذا ترات التقافي الجزائري إضافة إلى نشاطات تقافية العربية في تطورات الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة استشهد اليوم تمانية فلسطينيين وجرح أخرون جراء استهداف الاحتلال الصهيونية منزلا ومجموعة من المواطنين في مشروع بيت لاهية شمال قطع غزة كما استشهد ستة فلسطينيين في قصف صهيوني على تجمع للمواطنين في منطقة أبو الشيخ غرب مخيمي جبلية فيما استشهد فلسطينيين في غارة جوية للاحتلال بمدينة رفح جنوب القطع وفي الضفة الغربية ارتقى فلسطيني برصاصي قوة الاحتلال الصهيوني بمدينة رملة وفي لبنان ارتفعت حصيلة الهجوم الصاروخي الذي شنه الاحتلال الصهيوني أمس على محافظة بعلبكا الهرمل إلى مئة شهيد وعشراتها الجرحى والمفقودين وتركزت الغارات التي تجاوزت الثلاثين غارة على المنازل الاهلة بسكان والنازحين في حي الشيقان وتلال رأس العين المشرفة على المدينة وفي حي الشيخ والمباني الواقعة بالقرب من قلعة بعلبكا الأثرية وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد أعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا العدواني الصهيونية على لبنان إلى أكثر من ثلاثة ألف شهيد وأزيد من ثلاثة عشر ألف وستمائة مصب إضافة إلى إجبار أكثر من مليون شخصين على النزوح من منازلهم منذ بدء العدوان ختم الموجة شكرا لكم على كرمي الإصاء والمتابعة وعودة إليك رتيب وبرنامج هذا الصباح إلى اللقاء شكرا لك نجوى على كل هذه تفاصيل الإخبارية إذن مشاهدين الكرام أهلا بكم مجددا نعود وإياكم لاستكمال باقي فقرات هذا الصباح واستكمال موضوعنا الذي يتحدث عن تخصص الطب النووي ودوره في الكشف ومعالجة أمراض السرطان كنا قد توقفنا بروفيسور سكندر حابي عند الحديث على الحالات التي يجب أن يلجأ فيها مريض السرطان لاستخدام الطب النووي نتحدث أيضا اليوم على استخدامه هنا في الجزائر كبروتوكول علاجي لمكافحة ومعالجة أمراض السرطان أولا نكمل وش بدنا في أي مرحلة يقدرين نستعملوه الطب النووي أعطيت مثال يعني خلال مرض السرطاني نعم نقوموا بالاستكشاف أولي قبل ما بدأوا هل العلاج هل العلاج هدايا رقوا فعال ونكملوا في هذا الطريق يعني في هذا البروتوكول العلاجي أو إذا كان العلاج ليس فعال ويمد معارض ثانوية للمريض سنبدل هنا سيعود يلجأ للطب النووي باش يعمل مقارنة بين الفحص الاستكشاف اللول اللي عملنا قبل العلاج والثاني في مرحلة في وصل العلاج ونشوف إذا كان تحسن إذا كان شفنا باللي المرض راه ما تتغير ولا ما شوي يتطور يعني زاد الحالة تطورا راح الطبيب راح نقول له باللي لازم تبدل البروتوكول العلاجي هذا ما ينفعش المريض ويدر أكثر من ينفعه وفي آخر العلاج نزيد ونقيم نسبة النجاح على العلاج يعني دائما توضيحا للمشاهد الكريم خاصة للمهتمين بهذا النوع من التخصصات الطبية يمكن أن نقول أن العلاج الكيماوي وأيضا العلاج بالطب النووي هي حلقة متكاملة نعم العلاج يعني نحب نكون إفكاسي فعالين يبدأ التشخيص المبكر عديد من السرطانات لو نشخصوها نكتشفوها مبكرا راح توفر على المريض علاجات يعني تكون ضرة له تكليفة تحها تكون غالية ومم فرصة العيش تكون كبيرة مقارنة لو نكتشفو المرض في مرحلة متطورة يأتي بعدها العلاج التشخيص الجيد يعني لازم يكون تشخيص جيد للمرض باش نعرف نوجه العلاج ضده وبعدها يأتي العلاج العلاج هو علاج متكامل يبدأ من الجراحة للدواء الكيموي للإشعاع بالطب النووي الداخلي والإشعاع الخارج لراديوترابي كل هذه الأدوات يعني هي مجهة بشتعالج المرض السرطين وكلها متكاملة يعني كل واحد عنده دوره معين في مرحلة العلاج طيب يعني اليوم في ظل هذا التطور التكنولوجي وأيضا في ظل زخم يعني البحوث العلمية والدراسات الطبية كيف يمكن أن نتكلم على تأثير هذه التطورات التكنولوجية والعلمية على هذا التخصص التخصص عرف تطور كبير في سنوات الأخيرة ويخص مجالين المجال الأول المواد الصيدلانية المشعة مواد الصيدلانية المشعة أصبحت أكثر دقة لأنه يبحثوا في خصائص الخلايا ولما نوجد خلية خاصية معينة ينتجوا مادة صيدلانية مشعة التي تتمركز في هذه الخلية بالنسبة للخاصية هذه يعني البحث متواصل وكل عام تخرج مادة جديدة تكون أكثر دقة وأحسن من المادة التي استعملت من قبل نعطيك مثال في سرطان الثادي بعد العملية والدواء الكيماوي كاين النساء يعني يخذوا علاج هرموني هرموني البرانسي في مبدأ العلاج هرموني هو أنه في الخلايا كاين مستقبلات استقبلات البروجستيرون والإستروجين يعني هذه استعملتها المرأة في العلاج الهرموني لسرطان الثادي الأبحاث قاموا بأبحاث وطوروا يعني مادة صيدلانية شبيهة بهذا اللي تستعمل في الدواء الهرموني معها مادة مشعة نستعملها في التبسكان وهي تعطينا نظرة على الاكتشاف إذا كان مرض مركز كثير في هذا الخلايا نعم دائما يعني في سياقة الحديث على المرض في سياقة الحديث على استخدامات هذا التخصص في علاجات السرطان اليوم نتحدث على استخداماته هنا في الجزائر إلى ما نحتاج من أجل تطويره وترقيته أكثر وأيضا تفعيل نجاعته لمعالجة مختلف أنواع السرطان نجع ما كميلش برك لنقطة الأولى سيلمواد الصدرين المشعة والنقطة الثانية هي الأجهزة أجهزة الاستكشاف اللي عارفت التطور كبير يعني في السنوات الأخيرة من القاما كاميرا للبات سكان للباتيارم يعني راهي فيه تطور مستمر وتسمحنا بالتشخيص بالدقة وأكثر حساسية من الأجهزة القديمة فيما خلص تطوير تب النووي في الجزائر هو يمر يعني لازم له كأن اتنقات منها فتح مراكز فتح مراكز عبر التراب الوطني التكوين يعني تكوين عدد كافي من الأطباء اللي راح يعملوا في هاد المراكز يعني ماينفعش تفتح مراكز وما كانش عدد كافي من الأطباء اللي يعملوا فيهم ماينفعش تكون أطباء وما كانش مراكز باش يعملوا فيهم يعني في السنوات مشي سنوات هذه الأخيرة في السنوات الماضية كان هناك فتح يعني نقدر نقول عشوائي لمصالح المصلحة موجودة في المستشفى كاين طبيب يروح في إطار الخدمة المدنية مايوجدش تجهيزات يفوت عامين أو تلسين يعني ان شاء الله في العوام الأخيرة هادية هادين نعودوا نراجعوها وهناك يعني مجهودات رأي تقوم بها الدولة هناك مصالح يعني فتحة مثل مصلحة تعنابة مصلحة تعورقلة راهم شغالين إن شاء الله كان مصلح في بشار أيضا بمجهزة وكان أطباء ثم إن شاء الله تبدأ الخدمة مخارن وكان هناك أنا للأسف مصلحة قسنطينا مثلا كان أكبر المستشويات في الجزائر الآن راهم معطل مدة سنين إن شاء الله حتى يعني عامل تكوين حتى عامل تكوين هو مهم جدا في هذا التخصص يعني بالنظر لربما حساسيته خاصة في معالجة أمراض سرطان تكوين مهم جدا هو كما قلت لك بعد امتحان تخصص لريزيلون الطبيب نووي المقيم رايخون بتكوين مدة أربع سنوات يتخرج بها كطبيب مختص في التبب النووي يمكنه بعدها اجتياز امتحانات للتدرج يمكن نقوله للجامعي يصبح أستاذ أستاذ جامعي يعني عنده فرصة مثل ومثل باقي وحساسيت تخص يعني وحنا الشيء اللي نقدر نفتخره به يعني هنا في الجزائر هو أنه مثلا مستشفى باب الواد يضم مصلحتين مصلحة الطب النووي ومصلحة تصور بالأشعة اللي هما مصنفين من قبل المنظمة الدولية للطاقة الذرية كمراكز مرجعية في العالم يعني هذا شرف لنا أنه يعتبرونا وما كانش في دول أفريقية أخرى لا في الجوار ولا في أخر يعني ما عندهمش مراكز مراكز في الجزائر مستشفى باب الواد عنده مصلحته وهذه تسمحنا بتكوين حتى أفريق يعني رأنا نحن في مصلحة باب الواد نكونوا أطباء مقيمين أفريق يجوا يتكونوا عنا في باب الواد نعم شكرا لك دكتور سكندر على كل هذه النقاط التي تكلمت بها بخصوص هذا النوع وهذا التخصص ربما في كلمة أخيرة نجد برك نشيد بمشروع تم إعادة حياءة مؤخرا واللي كان بدأ في التسعينات وهو تصنيع المواد الصيدلين المشعة هنا في الجزائر في مراكز البحث النووي يعني في دراريا وبيرين وهذه شيء يعني جيد لنا يعني فاتورة الاستيراد رح تتقلص ويكون تخص التكنيسيوم اليود إن شاء الله يوفقه عبالي بلي عن الكفاءات في هذا المجال بشيء يقدمون نعم شكرا شكرا لك دكتور على حضورك وعلى كل هذه التفاصيل والنقاط إذن مشاهدين الكرام من المجال الصحي والطبي إلى المجال السياحي وبالتحديد إلى ولاية تمراص التي تتميز بجمال ساحر جسدته عدسة المصورين تقول الزميلة حنان بورايو اشتركوا في القناة 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 تآلفت في عالم من السحر والجمال الطبيعي لتجعل كل زائر للأهجار فنانا ومبدعا في ذيافة واحدة من أجمل صحار العالم شكرا لازميلة حنان بورايو على هذه الجولة السياحية التي أخذتنا بها لنرى جمال وسحر منطقة أو ولاية تمنراست نتحدث دائما على ألف نجمة ونجمة وهو شعار الطبعة السادسة للمهرجان الدولي للسياحة الصحراوية التي سينظم في ولاية الوادي ابتداء من الرابع عشر نوفمبر الحالي سنتعرف مشاهدين الكرام في هذه الفقرة على البرنامج الذي سيحتضنه هذا المهرجان في طبعته السادسة للحديث والتفصيل أكثر على هذه النقاط نسعد باستضافة محافظ المهرجان السيد ردوان بن عطاء الله صباحك سعيد سيدي صباحك أسعد لك ولكل المشاهدين مرحبا بك إذن نتحدث على عودة المهرجان الدولي لسياحة الصحراوية في طبعته السادسة والذي جاء تحت شعار ألف نجمة ونجمة ربما يعود هذا الشعار لخصوصية ولاية الوادي صحيح لأنه نحن سنتوجه وتحتضننا هذه الولاية ولاية ألف قبة وقبة ومزجنا ما بين هذه المدينة التراثية والجميلة من صحرائنا الجزائرية إلى السياح الذين خاصة الأجانب وحتى الوطنيين الذين يتوجهون نحو الصحراء من أجل الاستمتاع بنجوم سماء الجزائر إذن نربط الأرض بالسماء وهذا هو جمال الصحراء وجمال الجزائر إذن ألف نجمة ونجمة في مدينة ألف قبة وقبة جميل يعني هنا نتحدث على اختيار ولاية الوادي لتحتضن الطبعة السابعة السادسة أقول لهذا المهرجان إذن تم اختيار هذه الطبعة السادسة في ولاية الوادي ولابد أن نذكر أن مهرجان الدولي لسياحة الصحراوية هو من تنظيم وزارة السياحة والصناعة التقليدية تحت الإشراف المباشر للسيد الوزير وكذلك بالتنسيق مع ولاية الوادي إذن ولاية الوادي في سنوات الآخرة أصبحت من الوجهات السياحية الأساسية للسياحة الصحرابية لما هو موجود من مجهود من الفاعلين السياحيين في هذه الولاية فيها منتوجات جديدة كانت لها جاذبية للسائح الوطني وحتى للسائح الأجنبي إذا حبيت يعني تحذي مكان لك في شهر ديسمبر ممكن تصبح شيء محجوز إذن وجهة الوادي أصبحت من الوجهات الأساسية ضمن 24 ولاية التي تضم الولايات الصحراوية لما لها من بعد تاريخي بعد فني بعد تراثي بعد عمراني حضاري في جانب الرياضي الفني كل هذه الفوسيفساء التي تجمعها ولاية الوادي جعلتنا نختارها أن تكون هي المحطة السادسة في مصار القطار للسياحة الصحراوية جميل كذلك كرم ومواطني لهذه الولاية المضيافة جميل يعني اليوم نتحدث على وجود أو انطلاق طبعة السادسة ما الذي يميزها عن الطبعات التي سبقتها نحن في مرحلة مرحلة دعم السياحة الداخلية وقلب السياحة الداخلية الجزائرية وشرايين هذه السياحة الداخلية هي السياحة الصحراوية السياحة الصحراوية هي التي تنفرد وتتميز بها السياحة الجزائرية أنت تعلمين أن الجزائر صحرائها تحتوي مثلا أقول على أكبر متحف مفتوح على الطبيعة نحكي على خضيرة الثقافية تاسيلي والأهجار التاسيلي والأهجار إلى أكثر ما قبل من مليون سنة كما يقول المؤرخون من الآلاف من المنحوتات عندك يعني مناظر مستحيل يعني واحد يشوفها في العالم كذلك كثير من الممارسات والطبوع الجانب الثقافي هي مصنفة في اليونيسكو نحكي على السبيبها في الجنوب الشرقي الجزائري نحكي على السبوع في الجنوب الغربي الجزائري نحكي على الكيالي للماء في الواحات والفقارات نحكي على أهليل القرارة في تيميمون نحكي على كثير من الأمور التي تبتز بهذه ركب سيد الشيخ وما إلى ذلك كل منطقة لها خصوصية وكل ولاية لها خصوصية سواء في الجانب الطبيعي أولا ثم الثقافي والتراثي والتقاليد والممارسات هذه كلها تكون عناصر جذب للسائح الوطني والإجنالي إذن هذه هي مميزات المهرجان لماذا يعني الدولة الجزائري وسط عليا يعني أقرت مهرجانا سنويا للسياحة الصحراوية لما لها من هذه الخصوصيات لما تمتلكه من مقومات وما لها من إبداع الجزائري الصحراوي في كل الولاية 24 الأكيد أن الجانب أو المنطقة الصحراوية في الجزائر هي بكل هذا الزخم التراثي والحضاري والجمالي نعم تشكل خارطة ثقافية لوحدها يعني الجزائر هي قارة ثقافية ولكن منطقة الصحراء الجزائرية هي خارطة ثقافية نظرا لتنوع الطبوع الغنائية نظرا للجمال الإبداعي الجمال الطبيعي أيضا نتحدث أيضا على المشاركة الدولية لهذا المهرجان في طبعته السادسة إذا تسمحي نعرجع على البرنامج العام إذا تسمحي ثم نتكلم عن المشاركة هو هذا مهرجان لابد أن تكون في عدة أنشطة كلها متعلقة بالسياحة السائح لما يذهب إلى الصحراء إلى وادي سوف إلى جعنات إلى تمراصة إلى تيميمون إلى غردايا إلى بشار إلى ابن عباس إلى التاغيت إلى الجلفة إلى الأغواط لا أستطيع أن نذكرها في 24 ولاية كلها لها مميزات وخصوصيات فهناك كثير عناصر الجذب السياحي هذه تجربة السائح قادر الواحد السائح يشوف خيمة وقعدة تاشاي يروح على الجلة قادر الواحد يشوف واحة في تيميمون يروح على جلها واحد يشوف المناظر الخلابة المنحوتات الصخرية والأطارية في جنات يروح جنات على جلها إذن كل هذه العناصر سنحاول أن تكون حاضرة في هذا المهرجات إذن فيه صالون للسياحة الصحراوية والأصفار في المركب السياحي للغزال الذهبي يحتضن فيه أكثر من 100 متعامل سياحي من وكالة سياحة وأصفار من فنادق ومن دواوين سياحية ومن فاعلين في السياحة الصحراوية يجتمعون وفيه إقبال إن شاء الله يكون إقبال من الجمهور فيه كذلك من الأنشطة فيه طنبلة لأكثر من 20 زوج يعني عائلي يعني مهدات من طرف المؤسسات تابعة للقطاع للوزارة وخواص يعني وستكون قرعة تقريبا كل يوم على الساعة الخامسة في مكان حتى نشجع السياحة الصحراوية هذه الطنبلة فيه معني إلى الواد إلى التاغيت أو إلى جانات فمرحبا بكل العائلات من ولاية الواد والولاية المجاورة الصناعة التقليدية تكون حاضرة في الحديقة النباتية بأكثر من 60 حرفي يمثلون كل ولايات الصحراوية وفيه هنا مشاركة دولية من الحرفيين قادمين من تونس الشقيقة من النيجر ومن مالي ومن فلسطين حتى فلسطين تكون حاضرة ومن الصحراء الغربية في صلون السياحة والأصفار هناك متعاملين لتونس ومن ليبيا ومتعاملين آخرين إذن هناك مشاركة دولية للمنطقة كذلك هناك شيء تمتاز به الولايات الصحراوية هو الطابع الثقافي وفلكلوري الفلكلور له رسالة وله فن من لباس تقليدي ومن حركات وكل ولاية عندها هذه الخصوصية إذا سيكون استعراض فني فلكلوري في وسط مدينة الوادي يوم الخميس مساء الجانب الرياضي موجود والترفيهي هناك قافلة لدراجي الجزائر ينطلقون من جزائر العاصمة إلى ولاية الوادي والترويج للسياحة الصحراوية وسيكون لهؤلاء أنشطة رياضية طوال ثلاثة أيام هناك كذلك الأكلة التقليدية التي تمتاز بها يمتاز بها جنوب الكبير سيكون هناك معرض لأكلات التقليدية في بلدية القمار بتنشيط من الديوان المحلي لبلدية القمار كذلك هناك ندوة علمية حول البعد الدولي لسياحة الصحراوية ستحتضنه جامعة الشهيد حمى بولاية الواد ويؤطرها دكاترة وجميعيون حتى نشرك البعد الأكاديمي والبحث لتطوير وتلقية السياحة الجزائرية ولا سيما السياحة الصحراوية كذلك هناك وراشات متخصصة نعم يؤطرها الفاعلون الأساسيون حول فرص وإمكانات الاستثمار في الجنوب أولا ثانيا حول تفعيل ما صار سياحي مهم جدا هو طريق القصور تمتاز صحرة تعنا في كل ولاية بالقصور القصر الزمان كانوا فيه السكن يسكن فيه الناس يسموا قصر إذن تحول تلك القصور إلى مناطق جذب للسياحة وخاصة للسائح الأجنبي يعشق هذه القصور والواحد إذن فيه ورشة تعمل على تفعيل والترويج لطريق القصور وحلقة الواحد فيه ورشة أخرى متخصصة الأنشطة المساحبة للنشاط السياحي لما واحد يروح للصحراء نبدأ أنشطة ترفيهية مثلا هناك التداوي بالرمال هناك الألعاب الميكانيكية هناك المغامراتية حتى يعني نستهدف كل شرائح المجتمع نستهدف الأطفال نستهدف العائلة نستهدف للشباب نستهدف حتى الكبار هناك ذلك حتى السياحة الحموية موجودة ما يميز بهراجان هو هذا الفوسيفساء من أنواع السياحة السياحة الثقافية موجودة السياحة الرياضية موجودة السياحة القصور موجودة السياحة الميكانيكية السياحة الثقافية السياحة الرياضية السياحة الحموية تجتمع كلها إذن الوادي عاصمة السياحة الصحراوية من 14 إلى 17 نعم سيدهم لأربعة أيام هذا المهرجات تحدثت على برنامج فري بمختلف النشاطات وبمختلف البرامج تكلمت على ندوة علمية تعنى بالسياحة الصحراوية البعد الدولي ما هي أهم النقاط أو المحاور التي سينقشها الحاضرون خلال هذه الندوة إذن سنتحدث عن البعد الدولي لأن الذي يهمنا هو نحن الجزائر يعني تقع في منطقة شمال إفريقيا في منطقة بحر الأبيض المتوسط يعني فيه تنافس شديد في موضوع السياحة ولابد أن نرفع التحدي وأن تكون الجزائر ضمن الوجهات الأساسية في هذه المنطقة لذلك اخترنا هذا العنوان بالتأكيد البعد الدولي للسياحة الصحراوية نتكلم عن استراتيجية السلوطات العمومية ووزارة السياحة والصناعة التقليدية لهذه السياحة الصحراوية نتكلم عن مجهودات الدولة في خصوص دعم الاستثمار السياحي في الجنوب نتكلم عن الآليات لتحسين وتطوير السياحة الصحراوية الجزائرية وكذلك فيه بعض البون براتيك الممارسات الجيدة التي اشتهرت خاصة في الأول الأخيرة في السياحة الصحراوية لا سيم البعد التكنولوجي والرقمي للسياحة الصحراوية هذا هو الهدف الأساسي من الندوة كذلك نسيت أن أذكر هناك رحلتين استفشفيتين رحلة استفشفية للإعلاميين للصحفيين مهم جدا الإعلام له دوره البارز في الترويج للسياحة الصحراوية إذن حوالي خمسين من الإعلاميين الجزائريين وحتى الصحافة المعتمدة الأجنبية في الجزائر سننظم لها رحلة استفشفية لربعة أيام من 13 إلى 17 تزور كل مواقع تغطي الحدث وتزور كل مواقع هي فرصة لإبراز مقاومات ولاية الوادي كذلك هناك رحلة استفشفية للبعد الدولي لسلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر حوالي 15 أو 20 من السلك الدبلوماسي سننظم لهم رحلة استفشفية لهذه المنطقة سيعيشون الحدث المهرجان ويكتشفون منطقة الوادي كذلك الأطفال لهم نصيبه التربية السياحية فكرنا فيها التربية السياحية لأطفالنا هناك فضاء للأطفال في صالون سياحة الأصفار في المركب الغزال الذهبي يوم الجمعة مساء الدعوة مفتوحة لكل أطفالنا وفي مسابقات وكذا حتى يتعلمون ويتربون على الثقافة السياحية كذلك هناك فضاء للأطفال في الحديقة النباتية للحرف اليدوية يعني في حرف اليدوية 20 ولاية مطلبة ما يميز كذلك هذه الطبعة هو ليس مشاركة إلا الوكالة السياحية لولاية الجنوبية فيه وكالات حتى من الشمال من الجزائر من وعران من ولاية أخرى الذين هم متخصصون في المنتوج السياحي الصحراوي إذن هم كذلك سيشاركون في هذه المهرجان حتى تكون هناك تعارف هناك تبدو الخبرات والذي نهدفه هو العقود الاتفاقيات بين وكالة الشمالية والجنوبية من أجل تطوير وتحسين المنتوج الصحراوي الجزائري نبقى في هذه النقطة الأخيرة التي تكلمت عنها هي مشاركة الوكالات السياحية الجزائرية في هذا الموعد أو المحطة الهامة في النشاط السياحي خاصة في ظل أن الجزائر اليوم تعيش موسم السياحة الصحراوية والتي تعرف انتعاشاً مختلف المناطق الصحراوية نتحدث أيضاً على المشاركة الدولية لهذا المهرجان أنا ذكرت قلت هناك يعني مشاركة من تونس من ليبيا من مالي من النيجر من فلسطين من الصحراء الغربية هذا كلهم مشاركون سواء في صالون سياحة الصحراوية والأصفار بالمركب السياحي الغزال الذهبي في الخيمة العملاقة أو في الحديقة النباتية أو في وسط المدينة كذلك يعني محبينش يكون نشاط في مكان معين أردنا أن يكون هذا المهرجان في كل ولاية الوادي أن مواطن ولاية الوادي وساكنة ولاية الوادي مرحباً بهم في كل هذه المواقع كذلك نسيت نشاط مهم جداً هو تمتاز الصحراء بالناقة الصحراء فيها الرمال فيها الناقة وفيها النخلة وفيها الشمس وفيها النجوم وفيها الإنسان الكريم المضياف لولايات الصحراوية إذن هناك نشاط مهم جداً هو عيد الناقة وسباق المهاري الذي سيكون يوم السبت يوم الأخير يوم السبعتاش سيشرف عليه بحضور سيد وزير السياحة والسنعة التقليدية وأعتقد أن هناك كذلك وزير أو ثلاث سيرافقون السيد الوزير كذلك مع بعض الولات الذين هم يعني يحضرون معنا هذه الطبعة السادسة والأكيد إن شاء الله ستكون مميزة وتعطي دفعاً كبيراً للتطويري والتحسيني والتجويدي بهدف أساسي هو إرضاء إرضاء الزبون أولاً السائح الوطني لما يروح يصيب الأمور مرتبة ومنظمة وخدمة جيدة وكذلك إرضاء الزبون الأجنبي السائح الأجنبي لا سيما هناك مجهودات الدولة حتى في التسهيل للتأشيرة هناك تأشيرة التسوية موجودة بأسبوع تكون عنده التأشيرة الرقمية ويعطي المطار وهو التسهيلات كلها موجودة سواء في مطار الجزائر الدولي بالعاصمة أو في المطارات المتواجدة عبر جنوبنا وجنوبنا الكبير جميل لما نتحدث على القيمة التي أمكن أن يضيفها هذا المهرجان نتحدث على القيمة التي تعنى بالجانب الثقافي التي تعنى بالجانب السياحي أيضا البعد الاقتصادي مهم جدا لمثل هكذا تظاهرات ومحطات البعد الاقتصادي هو الرقم الزاوية كما يقولون إذا يمشى البناء يمشي كلش أنه نقول إذا مشيت السياحة تمشي كلش السياحة فيها التوظيف المباشر والغير المباشر السياحة تمشي معها كلش تمشي معها النقل لما واحد يروح يتنقل لازم له إما الطائرة أو الحافلة أو كذا إذا فيه تشغيل للنقل فيه تشغيل لكل ما يتعلق بالجانب الأكلات التقليدية لما يروح واحد لازم يتغذى فيه مطاعم تقليدية فيه كذا إذا كل ما يتعلق بالإطعام لو يمشي البعد الاقتصادي مهم جدا فيه الفنادق فيه ديار ضيافة التي الآن بدأت تنتشر ونشجحها بكثير في الولايات الصحراوية يعني جيدة وتعطي الطابع العمراني والطابع الثقافي والتراثي لما السائح الأجنبي يبات فيه دار ضيافة وكأنه في دار تاعصحرة يعني بالخصوصية بالخصوصية الزرفية والقعدة والماكلة وما إلى ذلك إذن البعد الاقتصادي مهم جدا الوكالة والأصفار والفنادق فنحن والاستثمار يعني هذا مهم جدا وهذا هو الذي نركز عليه هذه العناصر الجاذبة كلها تعمل من أجل أولا خلق مناصب الشغل خاصة في ولاية الجنوبية تشجيع المستثمين الخواص للإنجاز المؤسسات الفندقية خاصة بالإسبال في الولايات الصحراوية والسلوط العمية تشجع ذلك بكثير بتوفير الفضاءات العقارات السياحية إذن كل هذه الأمور فيها البعد الاقتصادي كما قلت البعد الثقافي البعد الفني والرياضي والتاريخي وما إلى ذلك نعم وأيضا إنجاح مثل هكذا محطاتها ما يكون بتضافر جهود كل الفاعلين خاصة في القطاع السياحي نتحدث عن غرف الصناعات التقليدية نتحدث على الوكلات نتحدث أيضا على السلطات المحلية الولائية التي ستحتضن هذه الطبعة هو الشكر يعني موصول إلى كل سلطات سلطات الولائية والسلطات ولاية الوادي وكل الولايات بالطبع السياحة هو قطاع ماهوش عمودي هو قطاع أفقي تتشارك فيه كل قطاع نعم كل قطع قطاع النقل قطع التجارة قطع البيئة قطع الثقافة قطع الفلاحة لأنه عندما تكلموا على الفلاحة فهموا مدعوين كذلك لأنه عندنا واحات كثيرة وهي جاذبة للسياحة الصحراوية قطاع التكوين المهني لأنه يساعدنا على التكوين المستمر في الشباب الذين حبوا الحرف السياحية والحرفية في قطاع الجامعات لأن الجامعات مهمة جدا في البعد الأكاديمي والبحثي لتطوير السياحة الجزائرية وكذلك السلطات المحلية لها دور كالسيدات والسادة الولاد وكذلك الجامعة المحلية من المجلس الشعبية البلدية في توفير كل المناخ النظافة البيئة إلى آخره فكل هذه المجهودات تتظافر من هدف واحد هو السياحة الجزائرية أن تكون ضمن الوجهات الأساسية في منطقتنا مع التأكيد على الخدمة الجيدة للزبون للسائح سواء كان وطنيا أو أجنبيا وهناك أيضا أستاذ نقطة مهمة هي الدليل أو الإرشاد السياحي هو عنصر هام وفعال في التعريف بمختلف المناطق خاصة لما نتحدث على معادلة ترقية والنهوض بالقطاع السياحي صحيح هذا بعد مهم وهناك كثير من المرشدين السياحيين يكونوا موجودين في إطار الميراجان لأنه لما ترحي تلجانات ولا ترحي التام الراست ولا ترحي البني عباس ولا التاغيت ولا أي كذا لابد لك من دليل ليحكي لك يعطي لك كل تفاصيل المهمة في تلك الولاية كل الأبعاد إذن هنا في وزارة سياحة وصلنا على تقليدية عدنا يعني جيهة مكلفة بهذا الملف المرشد السياحي أو الدليل السياحي وهم يعني متدربون ومتكونون ومتخرجون من الجامعات ومتخصصون نحن نعمل على التخصصات التي تخصص في الدليل الثقافي دليل الفني دليل تاريخي دليل طبيعي وكذلك باللغات نفرض عليهم اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية وحتى الإيطالية والألمانية لأنه نحن كذلك نستهدف حتى الأسواق التقليدية الموجودة الأوروبية كذلك نستهدف إلى أسواق جديدة أسواق الأسيوية أسواق مثلا السوق الصيني والسوق الروسي والسوق التركي وما إلى ذلك لجلب السواح إلى السياحة الصحراوية وهنا تكمن أهمية المرشد والدليل السياحي الذي يكون متكونا ومتقنا للغات حتى نوصل الرسالة التي نريدها للسياح الجزائرية حتى يذهب ذلك عندما يعود إلى وطنه متشبعا بكل المعلومات الضرورية التي يجب أن يعلمها حول كل ما ذكرناه اليوم من هذه الفوسيفساء التي تمتاز بها السياحة الصحراوية نعم أيضا المهرجان هو واحدة من أهم المحطات السياحية التي تحتضنها الجزائر في كل مرة هو أيضا فرصة للتعريف بالمنتوج السياحي والتسويق له أيضا صحيح هذا هو الهدف الأساسي هو الترويج التعريف رانا على العام هناك مثلا عندنا الدول الوطني لسياحة اللوانتي يشتغل على طول السنة من أجل الترويج والترقية عندنا المؤسسة العمومية عندنا مجمع سياحة وفندقة أو حمد معدنية كذلك يعني يعمل من أجل تقديم خدمات جيدة للسائح في المؤسسة الفندقية عند المؤسسة اللونات في إطار تسويق المنتوج بذاته السياحي لحب يروح دير إقامات في كل الولايات الصحراوية عندنا كذلك الشركاء للقطاع مثلا الفيدرالية الوطنية للسياحة لفناشتي والآخرين الذين يساهمون في تطوير وتجويد الفعل السياحي للسلسلة السياحية كل هؤلاء كما قلت يشتغلون من أجل هذا الهدف هو التعريف الترويج التسويق خاصة كما قلت هو التركيز على البعد الاقتصادي لابد على الولاية الواد تستفيد إذا الولاية الواد اليوم مثلا عندها 30 ألف سائح بعد هذا المهرجان نتوقع أن يكون في 2 إلى 60 ألف أو إلى 100 ألف هذا هو الهدف من هذه المهرجانات إذا كان الذين يتوجهون إلى الصحراء اليوم بعدد محدد لابد أن يتضاعف العدد المقبل وهذا سيعود بالنفع إلى الولايات إلى البلدية وبالأساس إلى الشباب نحن نركز على الشباب والمتخرجين من محدد المياني ومن الجامعات ليشتغلوا في حرف السياحة سواء في الاستقبال سواء في الإرشاد السياحي سواء في الإطعام سواء في الاستقبال وكذلك البعد الحرفي التقليدي مهم جدا لأن الكثير من العائلات في صحرائنا يعيشون ودخلهم اليومي والشهري هو من هذه المنتوجات المبدعة الموجودة عبر كل ولاية الصحراء نتكلم عن الحولي التقليدي نتكلم عن الظربية التقليدية نتكلم عن مثلا الفخار الأسود الموجود في أدرار نتكلم على حرف خاصة بالسلالة وما إلى ذلك لا يمكن أن أذكر كل الحرف التقليدية ولكن تكون حاضرة لأنها كذلك هي مدرة للثروة وكثير من العائلات يعني يعيشون ويقتتون من هذه الحرف التقليدية خاصة أن السائح الوطني أو الأجنبي لما يروح للصحراء لازم يدي تذكار واحد كي يروح يحوس معروفا أنت ولا أنا ولا المشاهد الكريم يحب يجيب تذكار تذكار من طمراسة من العقار تذكار من جانات تذكار من غردايا تذكار من أي منطقة من صحرائنا الواسعة وشاسعة كذلك الولاية الجديدة تكون حاضرة الجديدة عين قزام برج ماجي المختار عين صالح المنيعة المغير توقورت هذه الولاية نشجحها حتى تلتحقها بالركم وتطور البعد السياحي لهذه البناطق نعم أيضا الجانب الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة اليوم في ترويج للسياحة أضحى ضرورة حتمية في ظل أن العالم اليوم أضحى قرية قصيرة صحيح العالم كله العالم كله هو في ذلك الهاتف الذكي في السمارتفون يعني هذا مهم جدا ونركز عليه بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد المعرفة والمؤسسة الناشئة والمتوسطة نشتغل معهم وقد نظمنا يوم مفتوح ورشات متخصصة في صالون السياحة والأصفار السيتاب حول مساهمة هؤلاء والشباب كثير هناك كثير من التطبيقات والبلاتفورم اللي كثيرة جدا انتشرت بخصوص أني واحد يحب يروح مثلا تمرصت يدير تمرصت يخرج له المنتوج يخرج له العروض السعر الحز في الفندق أو في دار الضيافة وما إلى ذلك كله موجود في الهاتف النقال ونركز عليه لأنه كل واحد الجزائري الآن يشوف في الإشعار الترويج هذا مهم جدا ويكون ان شاء الله كثير من مؤسسة الناشئة التي تشتغل في هذا المجال البعد الرقمي والتكنولوجي تكون حاضرة إن شاء الله في مهرجان تكون مرافقة لفعالية المهرجان كآخر نقطة يمكننا نتحدث عنها سيد عضاء الله نتحدث على نذكر المشاهد على انطلاق هذه الطبعة التي ستكون يوم الرابع عشر يوم الخميس نعم إن شاء الله يوم الخميس والافتتاح رسمي سيكون على الساعة العاشرة صباحا والصالون صياحة والأصفار وصالون صناعة تقليدية وكل أنشطة ستكون مفتوحة يوميا من الساعة العاشرة إلى الساعة السادسة أو السابعة بصالون صياحة والأصفار وإلى آخر الليل بالحديقة النباتية حتى التاسعة ليلا فالدعوة مفتوحة تعالوا لتستمتعوا بصحرائنا تكتشفوا الوكالة السياحية العروض التي ستقدم لكم وإن شاء الله ستكون عروض ترويجية وبأسعار خاصة للصالون مرحبا من جميع ليس بأولا ساكنة ولاية الواد وكذلك بالولاية المجاورة لا تضيع الفرصة فهي فرصة استثنائية كل واحد يحب يرفع على روحه يحب يحوس يحب يكتشف فمرحبا بكم في أجواء وأحضان مهرجان الدولي لسياحة الصحراوية بولاية الوادي أذكر صالون سياحة والأسفار بالمركب السياحي الغزر الدهبي في الخيمة العملاقة بالحديقة النباتية كل ما يتعلق بالصناعة التقليدية وسط المدينة عروض طفول كورورية يوم الخميس مساء في بلدية كبار في بلدية راسلما بنسبة عيدا ناقع يوم السبت مرحبا بالجميع ومرحبا بالإعلاميين وبكل ولاية الوادي شكرا لك كل توفيق لكم سيدي من أجل إنجاح هذه هي التظاهر الثقافية والسياحية نعم شكرا إذن مشاهدين الكرام فاصل قصير بعده نواصل شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم أخرى والحديث على الحدث الثقافي أو العرس الذي تعرفه الجزائر باحتضانها لصالون دولي للكتاب سيلة في طبعته السابعة والعشرين سنتحدث على الحضور القوي للثورة التحريرية المجيدة المدفرة خلال فعاليات هذه الطبعة للحديث والتفصيل أكثر حول هذا الموضوع نسعد باستضافة الدكتور لاخدر سعداني أستاذ بجامعة تيسم سيلة صباحك سعيد أستاذ مرحبا مرحبا بكل مشاهدي القناة الثالثة أشكركم على الدعوة في البداية مرحبا بك إذن انطلقت يوم أمس فعاليات الطبعة السابعة والعشرين للصالون الدولي للكتاب نتحدث على حضور الثورة الجزائرية المجيدة خلال أيام هذا الصالون برنامج ثقافي أيضا خصص للحديث على رمزيتها خاصة وأن هذه الطبعة تزامنت وذكر السبعين لاندلاع الثورة المجيدة نعم في الحقيقة طيف الثورة يسيطر على هذه الطبعة من الصالون الدولي الكتاب هو صالون معتبر وله قيمة على بستوى عربي وإفريقي بمشاركة أربعين دولة وبأكثر من ألف عارض فالسبعينية كان لها أثر بارز جدا في الندوات الخاصة بالمعرض هذا إضافة على عدد كبير جدا من الإصدارات على مستوى أكاديمي على مستوى شهادات المجاهدين على مستوى بعض الدور النشر التي تهتم بالكتاب التاريخي بشكل عام إدارة المعرض خصصت حيز كبير جدا للثورة هناك أكثر من ست ندوات خاصة بالثورة وهذا المعرض سيفتتح بتكريم شخصيات بحضور السيد رئيس بجلس الأمة السيد جوجيل وتكريم مثلا زهورو نيسي تكريم المؤرخ عمر بالخوجة تكريم ميسباي تكريم عائلة مولود فرعون إذن هذا في البداية كان هناك أيضا ثورة حول أو ندوة بعنوان روح نوفمبر ستكون روح نوفمبر إرث للأجيال وهذه الندوة ستعالج القضايا المرتبطة بقيمة ثورة نوفمبر بالنسبة للأجيال المختلفة للجزائر هناك أيضا بعض الندوة الأخرى التي ستناقش مواضيع لها رمزية أو لها حضور مثلا الندوة المتعلقة بالثورة والجرائم الاستعمارية وخاصة وأنه نحن في خضم حديث عن قضايا الذاكرة في علاقتنا مع فرنسا تدليل على جرائم الاستعمار هناك أيضا ندوة أخرى خاصة بالمواثيق المؤسسة لثورة أول نوفمبر ستكون هناك دراسة للمواثيق الرسمية ويأتي في مقدمتها بين أول نوفمبر ومؤتمر الصمام وهذه الندوات ستكون بحضور أستاذة جمعيين ومجاهدين ومثقفين وهناك أيضا ندوة مهمة جدا وهي تدل على انفتاح الجزائر على الفضاء العالمي وهي بعنوان الثورة الجزائرية في الكتابات العربية والعالمية وبحضور شخصيات من عائلات سبقة وأن دعمت الجزائر عائلة كينيدي مثلا وعائلة أنريكو ماتي الصديق الإيطالي للثورة الجزائرية وأيضا بحضور مؤرخين من دول مثلا من بريطانيا وهناك أيضا ندوة خاصة في علاقة الجزائر بإفريقيا قيم الثورة الجزائرية في الفضاء الإفريقي وهذا انفتاح على البعد الإفريقي للثورة الجزائرية باعتبارها ثورة رائدة في إفريقيا وهذا الوهج التحرري استحضر أيضا في هذه الندوات استحضر الكفاح المستمر لفلسطين والصحراء الغربية ستكون هناك أكثر من ثماني ندوات خاصة بفلسطين فقط وتعالج مواضيع خاصة بالسينما في مواجهة السيفيونية الشعر الفلسطيني في الأدب الجزائري الأدب السجون مثلا ونستحضر رواية الشهيد السينوار في هذا المعرض وكذلك ستكون هناك ندوة خاصة بالصحراء الغربية كما قلت كآخر قلاع التحرر في مواجهة الاستعمار وهذه الندوة ستكون بحضور سفيري الصحراء الغربية وجنوب أفريقيا إذن هناك زخم كبير جدا وهناك أيضا ندوة في إطار الفتاح الجزائر على الفضاء العالمي ندوة الأمير عبدالقادر وقيم التسامح وقيم الإنسانية والتصوف بشكل عام هذه أبرز الخطوط العريضة للندوات التي سترافق هذا المعرض بما يسمح بالاحتفال بسبعينية للثورة أكيد ستكون هناك مواكبة لاستكمال الاحتفاء والإحياء بهذه المناسبة التاريخية الوطنية المجيدة على غرار هذه الندوات حتى دور النشر الجزائرية كلها تحتضن الكتب التي تحكي التاريخ تحكي الثورة تحكي بسالة الرجال ونساء الجزائر الذين قدموا وضحوا بالغالي والنفيس واستذكار أيضا ملاحم وبطولات ربما كانت كبيرة يعني حضرت في الكتابات والأدب الجزائري حضرت في الشعر والأدب العربي وحتى الأدب العالمي نعم هو في الحقيقة دور النشر هناك دور تهتم بالكتاب التاريخي وفي إطار دعم من وزارات معينة مثلا وزارة المجهدين أو وزارة الثقافة وحتى ربما من فضاءات علمية مثل المركز الوطني للدراسات في الحركة الوطنية وثورة أو نوفمبر وهذه الكتب ستكون معروضة هناك مواضيع معينة ربما تتعلق أساسا بنظرة جديدة للتاريخ مثلا تخص قضايا اجتماعية ثقافية تخص التموين التسليح أستسليحك فقط أستاذ سعداد نيسا نكمل في هذا الحديث والآن مشاهدنا الكرام إلى استوديو الأخبار أين تتواجد الزميل سهيلة حواسنية وموجز العاشرة صباحك سعيد سهيلة صباحك سعيد رتيبة صباحكم سعيد مشاهدنا الكرام نلتقي بعد الجينيريك بداية استقبل رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبود أمس رئيس أساقفة الجزائر جون بول فيسكو اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية حضره مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بالمهدي وعقب اللقاء أعرب رئيس أساقفة الجزائر عن امتنانه بالاستقبال الذي خص به من قبل السيد الرئيس الذي هنأه على تعيينه بصفته كاردينالا لقد تشرفت اليوم باستقبالي من قبل السيد الرئيس الذي هنأني على تعيين من قبل البابا فرانسيس بصفتي كاردينالا هذا القرار مهم جدا من البابا وهو إشارة قوية للجزائر وكنيستها ويشرفني جدا أن رئيس الجمهورية شرفني بهذا الاستقبال شكرا جزيلا لكم هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في رسالة نظيره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة انتخابه هذا نصها صاحب الفخامة دونالد جون ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية فخامة الرئيس يسعدني بمناسبة انتخابكم رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية أن أتوجه إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة وباسم الخاص بأصدق عبارات التهاني وأخلص التمنيات بموفور الصحة والسعادة في أداء مهامكم السامية وأغتنم هذه المناسبة لأذكر بعمق علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية ولأشيد بالديناميكية الإيجابية التي تشهدها الشراكة الثنائية في شتى المجالات معربا في الوقت نفسه عن عزميا العمل معكم من أجل ترقيتها إلى أفاق أرحب بما يخدم مصالحنا المشتركة ولا يفوتني في هذا المقام أن أنوها بجهودنا الثنائية في المحافل الدولية وبحرصنا الدائم على تكثيف التشاور والتنسيق حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والمرافع لصالح المبادرات الساعية إلى الحفاظ على السلم والأمن الدوليين باعتبار بلدي عضوا غير دائم في مجلس الأمن الأممي تفضل فخامة الرئيس بقبول أسماء عبارة التقدير والإحترام هنأ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني أخاه السيد رئيس الجمهورية بمناسبة ثورة التحرير الوطنية الجزائرية في ذكراها السبعين مقدما له أصدق تهاني هو متمنيا لشعب الجزائرية المزيد من التقدم والرخاء كما جدد الرئيس الموريتاني حرصه لسيد رئيس الجمهورية على مواصلة جهود تعزيز التعاون وتطوير العلاقات بين البلدين لمصالح الشعبين الشقيقين كما تلقى رئيس الجمهورية تهاني أخه أمير دولة قطر الشقيقة تميم بن حمد آل ثاني باسمه شخصيا وباسم الشعب القطري في ذكرى عيد الثورة النوفمبرية الخالدة متمنيا للسيد الرئيس وللشعب الجزائري المزيد من التقدم والازدهار وللعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين دوام تطور والنماء من جانبه نائب أمير دولة قطر الشقيقة عبدالله بن حمد آل ثاني هنأ رئيس الجمهورية بمناسبة أحياء الجزائر الذكرى السبعين للثورة التحريرية المجيدة راجيا لسيد الرئيس موفور الصحة والسعادة ولشعب الجزائري موصول التقدم والازدهار هذا وبعث رئيس الجمهورية العربية السورية السيد بشار الأسد تهنيه لرئيس الجمهورية بمناسبة سبعينية ثورة أول نوفمبر المظفرة ومن خلال السيد الرئيس هنأ الرئيس السوري أيضا الشعب الجزائري الشقيق متمنيا للجزائر دوام الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار كما أعرب عن تقديره العالي لما تتميز به العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين معلنا حرصه البالغ على أن يشهد العمل الثنائي والتنسيق المشترك تطورا وتقدما مستمرين كما هنأ رئيس كوريا الجنوبية السيد يونسوكيول رئيس الجمهورية بمناسبة ذكر ثورتي التحرير المجيدة متمنيا له موفور الصحة ودوام التقدم والرخاء للشعب الجزائري مبرزا أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع العلاقات الثنائية بما يسمح بالمضي قدما لتنويع التعاون القائم بين البلدين خدمة للشعبين الجزائري والكوري الجنوبي من جانبه هنأ ملك مملكة هولندا الملك ويلم أليكساندر السيد رئيس الجمهورية بمناسبة احتفاء الجزائر بالذكرى السبعين لثورة التحرير المجيدة وهنأ بالمناسبة الشعب الجزائري متمنيا له كل الازدهار بدوره بعث رئيس جمهورية سلوفاكيا السيد بيتر بيلي جريني رسالة تهنئة إلى رئيس الجمهورية قدم له فيها وباسمه وباسم الشعب السلوفاكي خالص التهاني في ذكر عيد الثورة التحريرية واغتنم الرئيس السلوفاكي هذه المناسبة للإشادة بمستوى العلاقات الثنائية التي تواصل تطورها لسيما في مجالات التعاون المشترك بما ينفع الشعبين متمنيا للسيد الرئيس والشعب الجزائري مزيدا من التقدم والازدهار كما بعث رئيس جمهورية الكاميرون السيد بول بيا خالص التهاني وأصدق الأمنيات إلى رئيسي الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بمناسبة إحياء الشعب الجزائري الذكر السبعين لاندلاع ثورة نوفمبر الخالدة مشيدا بالعلاقات الممتازة التي تربط البلدين الصديقين ومتطلعا للعمل مع السيد الرئيس أكثر لفائدة الشعبين الجزائري والكاميروني كما هنأ رئيس جمهورية أوزباكستان السيد شوكة ميرزايف رئيس الجمهورية في ذكر عيد ثورة أول نوفمبر مقدما له لشعب الجزائري أصدق التمنيات بموفور الصحة والرخاء والتقدم الرئيس الأزباكي أكد في رسالته للسيد الرئيس العمل لمواصلة تطوير الشراكة بما يحقق مصالح الشعبين الذين تربطهما علاقة تاريخية غنية بالتراث والإرث الثقافي المشترك مبرزا بالمناسبة ذاتها قناعته بالعمل مع السيد رئيس الجمهورية للمضي قدما في تنويع التعاون البيني كما هنأ ملك إسبانيا فليبي السادس باسمه الخاص وباسم الحكومة وباسم الشعب الإسباني رئيس الجمهورية بالمناسبة ذاتها متمنيا له الهناء ولشعب الجزائري السلام والازدهار كما هنأ البابا فرانسوا بابا الفاتيكان السيد الرئيس بمناسبة الاحتفالات الوطنية بذكرى الثورة التحريرية المظفرة متمنيا له التوفيق في مهامه وللجزائر وشعبها كل الخير والازدهار تحت الرعاية السامية للسيد رئيس الجمهورية وتحت شعار نقرأ لننتصر أشرفت اليوم وزيرة والثقافة والفنون سوريا ملوجي على افتتاح فعاليات الدورة السابعة والعشرين لصالون الجزائر الدولي للكتاب للجمهور بقصر المعارض السنوبر البحري التظاهرة يشارك فيها أزيد من ألف دار نشر من أربعين بلدا منها قطر كضيف شرف حيث سيكون الزوار على موعد مع برنامج ثقافي متنوع يتمحور حول التاريخ والذاكرة فلسطين إفريقيا وكذا ترث الثقافي الجزائري إضافة إلى نشاطات ثقافية وفكرية تنشطها شخصيات من الجزائر وإفريقيا والعالم العربي دولياً وفي تطورة الوضع بالأراضي الفلسطينية المحتلة سشهد اليوم ثمانية فلسطينيين وجرح آخرون جراء استهداف الاحتلال الصهيوني منزلاً ومجموعة من المواطنين في مشروع بيت لاهيا شمال قطع غزة كما استشهد ستة فلسطينيين في قصف صهيوني على تجمع للمواطنين في منطقة أبو الشرخ غرب مخيم جباليا فيما استشهد فلسطينيين في غارة جوية للاحتلال بمدينة رفاح جنوب القطاع وفي الضفة الغربية ارتقى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الصهيوني بمدينة رام الله في لبنان ارتفعت حصيلة الهجوم الصاروخية الذي شنه الاحتلال الصهيوني امس على محافظة بعلبك الهرمل الى مئة شهيد وعشرة الجرح والمفقودين وتركزت الغارة التي تجاوزت الثلاثين غارة على المنازل الاهلة بالسكان والنازحين في حي الشيقان وتلال رأس العين المشرفة على المدينة وفي حي الشيخ والمباني والواقعة بالقرب من قلعة بعلبك الاثرية كانت وزارة الصحة اللبنانية قد اعلنت عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على لبنان الى اكثر من ثلاثة الاف شهيد وازيد من ثلاثة عشر الف وستة مائة مصاب الى اضافة الى اجبار اكثر من مليون شخص على نزوح من منازلهم منذ بدء العدوان بهذا نختم الموجز العودة الى زميلة رتيبة وما تبقى من فقرات برنامج هذا الصباح اليك رتيبة شكرا لك زميلتي على كل هذه تفاصيل الاخبار يا اذن مشاهدين الكرام نعود لاستكمال باقي فقرات هذا الصباح كنا توقفنا عند الحديث على حضور الثورة الجزائرية ضمن البرنامج الثقافي لفعاليات سالون الجزائر الدولي للكتاب سيلة في طبعته السابعة والعشرين استاذ سعداني تحدثنا على حضور الكتاب التاريخي الذي يحكي ببسالة الثورة الجزائرية خلال الفعاليات هذا الصالون نتحدث هنا على أيضا مساهمة مختلف الفعاليات في إحياء ملف الذاكرة واستذكار لهذه الملاحم البطولية التي صنع بها رجال جزائر التاريخ طبعا موضوع الذاكرة هو موضوع رمزي بالنسبة للمجتمع الجزائري لأن الذاكرة كمفهوم تجمع مختلف الأطياف على مشترك واحد ربما الذاكرة لها علاقة بالجمع ذاكرة رمزية عاطفية مقارنة بالتاريخ الذي هو علم قائم بذاته وله شروط ومناهج معينة فما يجتمع بخصوصه كل المجتمع الجزائري هو هذه الذاكرة المشتركة هو هذا التراث الذي نسعد اليوم بالاحتفال به من خلال ثقافة الكتاب التواصل بين الكتاب والثورة هو الانتصار لأن الشعار نقرأ لننتصر فالنصر العسكري الذي أحرزته الثورة الجزائرية أخذ بعدا جديدا وهو الانتصار عبر القراءة وبالتالي نجدوه هذا الزخم هذا الحضور هذا الإصرار من مختلف الفئات على المشاركة أولا في المعرض وعلى أيضا الهوس بالكتاب الفئات المختلفة من المجتمع له اهتمامات بطبيعة الكتاب كتاب مدرسي كتاب الطفل كتاب ديني كتاب تاريخي كتاب تقني بالدرجة الأولى وبالتالي نجد بأن الاهتمام بالكتاب هو ربما رد الجميل للثورة التي نجحت في أن تحصل على استقلال نسعد اليوم به كدولة حرة مستقلة ذات سيادة هنا أيضا يكمن دور الكتاب الشعراء أيضا في تأريخ وتوثيق بعض الملاحم الوطنية التاريخية من خلال كتاباتها في مؤلفات تحكيها الأدب أرخى للتاريخ أو أرخى للثورة على مستوى محلي هناك أسماء معروفة جدا لامين بشيشي أو مثلا أبو القاسم خمار على مستوى محلي على المستوى العربة أيضا الثورة الجزائرية لها بعد حاضرة جدا وأستحذر هنا ربما قصائد الشاعر السوري سلمان العيسى ونزار وكذلك أستحذر قصيدة شهيرة جدا للشاهير محمود درويش حول أوراس ونجد في هذا الصدد مؤلف ربما مرجعي لعثمان سعدي حول الثورة الجزائرية في الشعر العربي وبالتالي نجد بأن هذا الأفق الذي حدثته الثورة الجزائرية على مستوى الشعر العربي هو الذي أعطاها هذه القيمة وهذه الرمزية في نفوس كل الشعوب العربية وبالتالي أصبحت ثورة مرجعية إن صح التعبير على مستوى محلي الأدب الرخى كما قلت للثورة إن على مستوى النصر وإن على مستوى الشعر خاصة وأن الرمزية الأدبية الأشهر للثورة ربما هي نشط قسما فبالتالي هناك علاقة ترابطية بين الأدب والثورة على مستوى محلي وعلى مستوى عربي على أقل تقدير تحدثنا على مساهمة هذه الفعاليات الثقافية تحدثنا على أيضا الدور الذي يلعبه الكاتب والشاعر كأدب مقاومة بقلامه نتحدث أيضا على دور النشر ودورها في توثيق هذه الملاحة نعم هو هناك موضوع قائم بذاته بالنسبة للسوق المهنية للكتاب موضوع الكتاب موضوع المتعلقة بالنشر بعلاقة الكاتب بالنشر بعلاقة النشر بالفضاء الذي ينظم سوق الكتاب من وزارة أو من ديوان وطني الكتاب أو ما إلى ذلك وهناك ربما اهتمامات متجددة ربما تأخذ في الحسبان الفضاء العربي الإفريقي الفضاء العالمي اليوم نحن في عالم جيوسياسي متحرك هناك تحالفات هناك تكتلات وبالتالي نجد بأن الاهتمامات التي تخص اليوم دور النشر هي على مستوى عالمي استقطاب كتاب للسعي العالمية وهذا ما شاهدناه عدد كبير جدا من الأدباء الجزائريين خاصة الشباب فازوا أو كانوا في قوائم أو تصدروا قوائم الجوائز العالمية والمحلية للأدب وهناك أيضا على مستوى آخر السعي لاستحداث مواضيع جديدة ربما مثلا في التاريخ أو في الأدب أو في الشعر الملحون مثلا أو في التاريخ الشفهي الذي بقي في صدور الأمهات والشاهدين العيان بالنسبة للثورة وهذا ما نجده في بعض المحاولات التي تأتي من هنا وهناك للتاريخ للثورة بسبغة أدبية في هذا المجال نعم هنا أيضا نتحدث على الأهمية أو الدور الذي يعمله أو يفعله أدب المقاومة اليوم ليس فقط على المستوى الوطني ولكن على مستوى كل التغيرات الإقليمية تغيرات العربية الحروب التي تعيشها منطقة العربية بصفة عام الأدب يؤرخ على غير ما يؤرخ التاريخ ربما كما قلت سابقا التاريخ هو علم قائم له شروطه له منهجه هو عملية استحذار الماضي بطريقة علمية تفسير تحليل ولكن الأدب له تلك الخاصية الشعورية العاطفية وبالتالي له من القوة ما يمكنه أن يكون شاهدا على الحدث بطريقة مغايرة نجدها في التاريخ وبالتالي نجد بأنه إلى اليوم لازمنا نستحذر النصوص العربية حول الثورة الجزائرية ولازمنا أيضا نسعى طبعا بمعية الكتاب خاصة الشباب لاستحذار هذا البعد المقاوماتي للأدب وفي مقدمته الثورة الجزائرية فهذه الثورة تبقى دائما المصدر الأساسي لإبداعات الكتاب الشباب سواء كانوا جزائريين أو عرب وبالتالي نجدها تتجدد كل مرة والدليل على ذلك أننا نحتفل اليوم بسبعين سنة ما زالت الثورة وكأنها وقعت البارحة فقط إذن هذا التجدد على مستوى رافدين أساسيين وهما التاريخ والأدب هو الذي يعطي هذا القوة للثورة الجزائرية من أجل أن تبقى دائما هي الأساس وهي المصدر في بناء جزائر المستقبل حتى هذه الفعاليات أيضا المسابقات الثقافية تشجع اليوم يعني من أجل الكتابة للتاريخ من أجل الإبقاء على الملف الذاكرة الوطنية يعني يشتغل إلى اليوم يعني بأقلامها الكتاب والشعراء نعم هو موضوع الذاكرة في الحقيقة الذاكرة تحيل أحيانا إلى علم النفس وإلى الفلسفة وحتى إلى الأدب وبالتالي هي ليست غريبة وهناك ربما منهج محاولة كتابة التاريخ عن طريق الرواية فالرواية هي مخرج معين ربما الذي يجيب على أسئلة ربما لا يمكن أن يجيب علىها المؤرخ بطريقة تقليدية وبالتالي نجد هذا التربط دائما الرواية تعتمد على قاعدة الأحداث التاريخية لعمل إبداعي نعم شكرا لك أستاذ سعيداني على كل هذه النقاط التي تكلمت بخصوصها حول موضوع الكتابة لتاريخ وحضور الثورة في صالون الجزائر الدولي للكتاب شكرا لك عفوا مرحبا إذن مشاهدين الكرام ما نزال متواصلين معكم ولكن بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بجائزة القضاء والقانون لجامعة الدول العربية نستضيف في هذه الفقرة مشاهدين الكرام المتوج بهذه الجائزة الدكتور طيب اسماتي أستاذ وباحث في القانون صباحك سعيد أستاذ اشتركوا في القناة مرحبا بك في البداية نهنئك على هذا التتويج بجائزة القضاء والقانون لجامعة الدول العربية قبل الحديث على التتويج وعلى العنوان المتوج نتحدث على الجائزة بسم الله الرحمن الرحيم أستاذ السلام أشكركم على هذه الدعوة والاستطافة طيبة على كل هي جائزة هذه الجائزة هي من ابتكار أو من إنشاء مجلس الوزراء العدل العرب سنة 2019 ومجلس وزراء الدول العرب في كل دورة يجتمع في جامعة الدول العربية حول القضايا القانونية والقضائية التي تهم البلاد العربية بصيفة العامة ومجلس وزراء العدل العرب قرروا أو أنشأوا بموجب قرار بجامعة الدول العربية إنشاء هذا النوع من الجائزة حتى يكون هناك تحسين للبحث العلمي البحث القانوني والأكاديمي والقضايا وإسقاطها على التشيعات العربية وبالتالي فالهدف من هذه الجائزة هو تحسين وتطوير التشيعات العربية وجعلها نموذج يعني عالمي يحتدى به ولا يتأتى ذلك إلا من خلال هذه المنافسات القانونية والقضايا ملسوزة العدل العرب يعني اعتمد أو أوكل هذه المهمة إلى المركز العربي البحث القانونية هذا المركز هذا المركز أنشئ أسنت 1992 بموجب قرار من جامعة الدول العربية هذا المركز يعني هو مقره في لبنان في بيروت ويعني يقوم بدراسات له مديرية له صلاحيات له مرس إدارة له باحثين له مدكاتر إلى خيره وهذا المركز هو الذي يقوم يعني بإعداد اتفاقية دولية بتحضير تشريعات بإصدار قرارات بالتقاء جميع القانونيين في هذا المركز وبالتالي الأمانة العامة لهذه الجائزة هو المركز العربي البحث قانونية والمنفذ والذي اختار الجائزة والذي يريد أن ينشرها الجائزة هو ملجس وزراء العدل العرب هذه الجائزة هي الطبعة الثانية للمسابقة وتمت مكانت جزائري نعم مكانت جزائري في هذه المرة الحمد لله نتحدث على عنوان البحث المتوج الحماية الجزائية لحقوق الضحية لماذا تويج هذا البنوان والله هو بحث يعني هو بحث قانوني وفيه مدة طويلة من البحث وكان بحث يعني لا أقول لا أمدح نفسي ولكن هو بحث كان يعني كان معمق في المجال القانوني والقضاء في نفس الوقت يعني شقين شق قانوني نظري وتشريعي والشق الثاني هو عملي وقضائي يعني هذا الشق يعني هو يتعلق الأول يتعلق بالقوانين وترسانة القوانين والأرمدة من القوانين التي تصدرها لإشتراها المشرع يعني باستمرار وتعديلات مؤخرا قانون العقوبات تعدل في 2023 قانون إجراء جزائر أمام مجلس الشعبي الوطني وبالتالي لأن الجريمة أو القانون الجنائي دائما يتتغير يتغير بالظواهر الاجتماعية بالظواهر الإجرامية التي يعالجها المشرع ويحميها المواطن وبالتالي هذا البحث يعني يهم أولا كنا التشريع القوانين والمواد التي تصدر بالسمرار ويهم والشق الثاني هو الجانب العامي تطبيق يعني مدى 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 تطبيق هذه النصوص مدى يعني ما هي الإشكال التي تطرحها كيف يحل هل يحل مشكلات مدى نجاعتها مدى نجاعتها في الميدان وذلك يعني بالإطلاع على المحاكم على الأحكام القضائية على تنفيذ الأحكام على الحقوق على الإجراءات يعني يمكن أن نقول أنه الجانب النظري والجانب التطبيقي هو ما جعل هذا العنوان متوجا بالجائزة نعم وبلأخص كذلك هو تطرق لعدة هذه النقطة الأولى النقطة الثانية أنه منذ وقوع الجريمة على هذا الشخص أي شخص فينا يقع ضحية الجريمة قد يكون ضحية الجريمة سرقة السب الضرب الشتم جرائم الانتهاك للعرض جرائم يعني كل أنواع بما فيها المخالفات الجناح الجنايات يعني كل شخص فينا معرض الجرائم الأسارية الجرائم العائلية الجرائم الاختطاف إلى آخرين وبالتالي هذا الموضوع يعني النقطة الثانية أو المحور الثاني هو يعني بدأ يرافق يعني يرافق ضحية الجريمة يعني الشخص الذي معتد عليه منذ وقوع الجريمة كل مراحل الدعوة العمومية يعني الدعوة العمومية ماذا نقصد الدعوة العمومية يعني هي الدعوة التي يحركها الممثل الممثل الحق العام وممثل الممثل الدولة والنيابة العامة ووكيل الجمهورية يعني وهو الذي يستقبل الشكوة يعني منذ وقوع منذ وقوع الجريمة على هذا الشخص على هذه الضحية إلى غاية جميع مراحل الدعوة العمومية أمام الضبطية القاضية أمام الشرطة ثم أمام موكي الجمهورية ثم قاضي التحقيق ثم أمام غفط الديهام ثم أمام قاضي الحكم ثم أمام الجهة الاستئنافية في غرفة الجزء ثم أمام المحكمة العليا ثم تنفيذ هذا الحكم وبالتالي تقريبا ستة أو سبع مراحل كما تلاحظين في كل كتاب كل دراسة لها مرحلة من مراحل هذا الاعتداء وبالتالي الميزة الثانية من هذا البحث أن نرافق الضحية منذ بداية الاعتداء على هذا الشخص الضحية إلى غاية انتهاء الحكم وتنفيذ الحكم والأخذ حقوق هذا الشخص هذا الضحية وهذا الطرف وبالتالي هدف كذلك قلنا من هذه الدراسة ومن هذا البحث ومن هذا التتويج أن هذا البحث بالذات إن شاء الله سيكون في مركز العربي البحث القانونية ويوزع على جميع الدول العربية وتقريبا فيه تقريبا إلى 550 توصية أو 150 مادة معدل الاقتراح والتعديل في القانون وهو كذلك اللقطة الثالثة هو كذلك دراسة مقارنة بين الدول العربية وإن شاء الله كل الاقتراحات الموجودة ستأخذ بعين الاعتبار في تعديلات العربية ويكون كذلك مصدر للتشريع في مجال إجراءات جزائية لجميع الدول العربية إن شاء الله أستسمحك فقط أستاذ والآن مشاهدين الكرام ننتقل بكم إلى قصر المعارض صفيكس أين يتواجد الزميل عبد الجليل عباس لي وفينا اليوم بتفاصيل اليوم الأول الذي فتح فيه المعارض معرض الجزائر الدولي للكتاب أبوابه للزائرين وأعشاق الكتب صباحك سعيد جليل صباح الخير رتيبة تحية لك ولضيفك ولجميع مشاهدي ومتابعي قنوات تلفزيون الجزائري نعم سنعود إليك عبد الجليل ولكن بعد هذا الفاصل القصير مشاهدين الكرام نعم عبد الجليل هل أنت معنا ضعنا في صباح الخير مجددا رتيبة تحية لك ولضيفك الكريم ولجميع مشاهدي ومتابعي قنوات التلفزيون الجزائري إذن كما تفضلت دائما مع الحدث الثقافي الأبرز الذي تصدفه الجزائر صالون الجزائر الدولي للكتاب في طبعته السابعة والعشرين هذه الطبعة التي افتتحت رسميا البارحة وستمتد على مدار عشرة أيام وإلى غاية السادس عشر من هذا الشهر والتي أيضا ستعرف مشاركة معتبرة وقياسية لدور النشر من الجزائر من الدول العربية ومن مختلف دول العالم أكثر من ألف دار نشر من أربعين دولة مختلفة تشارك في هذه الطبعة المميزة التي ستفتح أبوابها اليوم بإذن الله للجمهور الجمهور المتعطش والمولع بالعلم والمعرفة والأدب والقراءة سيكون على موعد مع آخر الإصدارات من العنوين والكتب في مختلف المجالات التاريخية والثقافية والعلمية والأدبية أكثر من ربع مليون إصدار عنوان وكتاب ستكون حاضرة ضمن فضاءات هذا الصالون والذي يأتي كما قلنا أيضا تزامنا والاحتفالات بسبعينية ثورات التحرير المباركة من خلال تسليط الضوء على أهم المحطات الفاصلة والحاسمة والهامة من تاريخ النضال والحركة النضالية في الجزائر ضمانا لنقلها إلى الأجيال القادمة وضمانا أيضا لتوثيقها واستفادة أيضا من الثورة التحريرية المباركة وتأثيراتها الفعالة على حركات التحرر قديما وحديثا حديثا نتحدث أيضا عن القضية الفلسطينية القضية المركزية الأولى للجزائر والعرب والمسلمين الحاضرة بقوة ضمن فعاليات هذا المعرض أو هذا الصالون أو صالون الجزائر الدولي للكتاب من خلال مثقفها من خلال أدبائها من خلال كتابها أيضا من خلال أيضا الكتب التي تحكي عن ثورة تحكي أيضا عن مقاومة الشعب الفلسطيني ضد الهمجية الصهيونية إضافة أيضا إلى كفاح الشعب الصحراوي الأبي ودفاعه المستميت عن أرضه ومن أجل تقرير مصيره واستقلاله لتذكير فإن قطر هي دولة أو هي ضيف شرف أهاته الطبعة السابعة والعشرين من صالون الجزائر الدولي للكتاب التي تأتي دائما تكريسا لعلاقات الأخوة والاحترام المتبادل بين الجزائر وقطر وتعميقا أيضا للروابط التاريخية العميقة بين الشعبين الجزائري والقطري للتذكير فإن على هامش هذا الصالون ستقام هناك مجموعة من الندوات والمحاضرات وعلى مدار عشرة أيام ينشطها مجموعة من الأدباء والنقاد والمثقفين من الجزائر من الدول العربية ومن الدول الأجنبية تتناول الراهن الثقافي والعلمي والأدبي وسبل تعزيزه وتطويره وترقيته اليوم ستكون هناك أيضا أو البرنامج المخصص لنهاري اليوم سيتضمن تكريم مجموعة من الناشطين مجموعة من المجاهدين مجموعة أيضا من المؤرخين وعائلات المجاهدين اليوم أيضا ستكون هناك ندوة حول الفاتح من نوفمبر كإرث لأجيال ورسالة الشهداء إلى الأجيال القادمة ليكملوا على نفس الدرب ليكملوا مسيرة البناء والتطور وليكونوا دائما خير خلف لخير سلف دولة قطر حاضرة أيضا ضمن برنامجي اليوم من خلال الحديث دائما عن الإرثي الثقافي الحضاري والقضية الفلسطينية حاضرة أيضا من خلال الحديث عن القضية الفلسطينية عن كفاحات ونضالات الشعب الفلسطيني ضد الهمجية الصهيونية وأيضا تفاعل الجزائريين أيضا مع القضية الفلسطينية منذ النكبة نتحدث هنا عن حركة النضال في الجزائر منذ عام 1948 ويتقف مع الشعب الفلسطيني وإلى غاية اليوم الجزائر حكومة وشعبا تقف دائما مع الفلسطين وتقف دائما مع الشعوب المظلومة والشعوب المقهورة من أجل أن تنال استقلالها من الاستدمار الأكيد أن هذه الطبعة ستكون مميزة هذا الصالون يعتبر من بين أهم صالونات الكتاب ليس فقط في الجزائر والعالم العربي وإنما في العالم أيضا بالنظر إلى العدد الهائل من الجماهير المتوقع أن تتوافد على هذا الصالون تقريبا في الطبعة السابقة هناك أكثر من ثلاثة مليون زائر وهذه الطبعة سيكون هناك أيضا حضور غفير بالنظر إلى تزامنها كما قلت مع سبعينية ثورة التحرير المباركة تقريبا هذا أهم ما يميز فعالية صالونات جزائر الدولي للكتاب وأهم أيضا ما يميز البرنامج المخصص لنهار اليوم العودة إليك رتيبة شكرا لك عبد الجليل على كل هذه التفاصيل والنقاط التي تكلمت بها بخصوص البرنامج المسطر لأول يوم فتحت فيه أبواب المعرض للزوار والوافدين ولعشاق العلم والكتب سنعود إليك لاحقا في باقي مواعدنا الإخبارية وبرامجنا التلفزيونية نعود مشاهدين الكرام لاستكمال الحديث حول تتويج الجزائر بجائزة القضاء والقانون لجامعة الدول العربية كنا قد توقفنا أستاذ مرة أخرى نعود للحديث على الجائزة توقفنا عند الحديث على الأسباب التي جعلت من هذا العنوان متوجا توقفنا أيضا عند الحديث على الجمع أو الإضافة التي يمكن أن يقدمها هذا البحث في الشق القانوني وأيضا الإضافة التي يقدمها لك كشخص والله هي إضافة أكيد ستكون قانونية ستكون إضافة عامة لجميع الشريعات خاصة في مجال الإجراءات الجزائية ونحن الإجراءات الجزائية هي إجراءات المحاكمة وإجراءات منح الحقوق لأنه لا يكفي أن يكون هناك قانون عقوبة مادة خام موجودة ولكن يجب أن هناك إجراءات تحرك هذه الشكوى وهذه الإجراءات والمتابعة والتحقيق والتحريح حول مرتكب الجريمة حول أعثار الجريمة حول أسباب الجريمة حول من قام بالجريمة حول الشهود إلى آخره كل هذه الإجراءات يتكفل بها هذا القانون وبالتالي سيكون إن شاء الله فيه تعديلات فيه حقوق لأن هذا الضحية هو طرف كباقي الأطراف مثله مثل النيابة العامة أو المتهم وبالتالي له حقوق هذا الضحية هذا الشخص له حقوق مثله مثل باقي الأطراف الأخرى وبالتالي هذه الأطروحة أو هذا القانون أو هذه الإجراءات التي إن شاء الله ستكون هناك منبر للتعديل في القوانين العربية والتشريعات العربية سيكون تكون هناك لبنة أخرى جديدة ويطبع لها الشريع الجزائري لأن الشريع الجزائري في كثير من عدة قوانين يعتبر قانون استرشادي لعدة قوانين عربية وبالتالي نظن بأن هذا الموضوع موضوع جديد قديم موضوع جديد لأن الضحية لم يعطى له الاهتمام الكافي واللازم مثله مثل باقي الأطراف الأخرى في الدعوة العمومية وفي الدعوة الجزائية وكذلك دائما نتكلم عن الإجراءات دائما نتكلم عن حقوق المتهم حقوق الإنسان ولكن نهمل حقوق الضحية الذي أصيبها بالجريمة وبالتالي إن شاء الله تقريبا فيه تقريبا تعديل 150 مادة من قانون الجزائية في جميع مراحل الدعوة العمومية كما قلت مرحلة تحريات أمام نيابة وأمام الشرطة الضبطية والدرك الوطني مرحلة تحقيق وأمام قائد حقيق وغفل اتهام مرحلة المحاكمة أمام قادي الحكم والغفل الجزائية إلى آخره إلى غاية تنفيذ الحكم القضائي نعم شكرا لك أستاذ على كل هذه النقاط التي تكلمت بخصوصها عن العنوان المتوج أهنئك مرة أخرى ومزيدا من التتويجات إن شاء الله إن شاء الله أبارك الله فيك شكرا على التعوش شكرا إذن مشاهدين الكرام فقراتنا متزال متواصلة ولكن بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة شكرا لك إذن مشاهدين الكرام نصل إلى آخر فقرة في عدد اليوم من هذا صباح الفقرة الرياضية رفقة الزميل أنيس مزيان صباحك سعيد أنيس صباح الخير رتيبة صباح الخير مشاهدين الكرام جمهورنا الرياضي الكريم في هذه الفقرة الرياضية والتي نبدأها بأخبار المنتخب الوطني الجزائري حيث ينشط بعد دقائق من الآن الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش ندوة صحفية بقاعة المؤتمرات التابعة لملعب نيلسون منديلا ببراغي ندوة صحفية سيكشف فيها عن القائمة المعنية بمبارتي غينيا الاستوائية وليبيريا في إطار الجولتين الخامسة والسادسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا أشباد المدرب فلاديمير بيتكوفيتش سيخوضون المواجهة الأولى في الرابع عشر من الشهر الجاري ثم المواجهة الثانية أمام المنتخب الليبيري في السابع عشر من ذات الشهر على ملعب الحسين أي تحمد بيتزيوز نبقى دائما مع أخبار النخبة الوطنية حيث نشط رئيس الاتحاد الجزائري للمبارزة عمر بن عدودة ندوة الصحفية أمس بمركب ميلود هدفي بوهران تحدث عن آخر استعدادات المنتخب الوطني للمبارزة والذي سيخود البطولة العالمية التي ستقام بولاية وهران نسابع التصريح نبقى دائما هو 297 مشاركة ومشاركة 139 في الإينات و 158 في الدوكور هذا في الاندفوديوزيال في الباريكيب عدنا 21 دولة مشاركة في الباريكيب يعني إذا نتخل الكمبيتسيون اللي تندر إن شاء الله يوم الأحد في الدكور وعندنا عشرين دولة مشاركة في باريكيب في الإند وكيستوتيت لدولة بس كان دول مشاركوش في باريكيب من كرة اليد من المبارزة إلى كرة اليد حيث يوصل العناصر المنتخب الوطني تحضيراتهن ببولونيا استعدادا للمشاركة بالبطولة العالمية والتي ستكون من الفترة الممتدة من الرابع عشر جنفي إلى الثاني فيفري والتي ستكون بالدنمارك والنرويج وكرواتيا المنتخب الوطني الجزائري سيخوض تربصا تحضيري وسيدوم لأسبوع وستكون فيه أربع مباريات ودية أمام فريق أكابر رابيد أسترافيا وبعدها سيخوض المنتخب الوطني تحضيراته بإجراء تربص ثاني هو الأخير يوم الثالث ديسمبر المقبل بكرواتيا عودة إلى كرة القدم حيث نشط أمس المدير التقني الوطني للإتحاد الجزائري لكرة القدم عامر منسول ندوة صحفية بقاعة المؤتمرات التابعة لملعب نيلسون منديلا ببرقي تطرق فيها إلى حصيلة المديرية التقنية للإتحاد الجزائري لكرة القدم الطلبات الملحة لأغرب أندية القسم المحترف بإمكانية إضافة أو إضافة عدد خمس لاعبين أو زيادة عدد اللاعبين الأجانب في البطولة الوطنية وكان ذلك بالاستعانة بإبداء رأي كل المدرأة التقنيين الرياضيين للأندية المحترفة وأكثر من خمسة خبراء ساهموا في هذا الرأي وقد صدق عليه ولقى ارتياح كبير من طرف رؤساء الأندية والأندية وذلك من أجل أيضاً الرفع من مستوى البطولة الوطنية بإدراج خمسة لاعبين أجانب بمواصفات معينة وبشرط محددة طبعاً بما يضمن لنا الرفع من مستوى البطولة الوطنية وأيضاً بما يتيح لللعب الجزائري لأن يكون أكثر تنافسية ويكون أكثر انضباط وأكثر عمل لكي يتحصل على مكانه لأنها خمس لاعبين في فريق معناها خمسين بالمئة تقريباً من تشكيل الفريق المدير التقني الوطني عامر منسول تكلم عن الدورة التكوينية التي أقامتها الاتحادية الجزائرية لكرة القدم لفائدة اللاعبين الدوليين السابقين واصفاً إياها بالمفيدة والتي ستخدم الكرة الجزائرية مستقبلاً جديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم هو اللجوء إلى مؤسسات الدولة الدولة أنجزت منشآت رياضية وبنى تحتية ومرافق لوجستية من مستوى عالي يكفي فقط أن يكون الاستثمار إيجابي وأن يكون التوجه دائماً نحو هذه الوجهة وهذا تثميناً لكل المجهودات الدولة التي أنجزت هذه المنشآت من أجل بناتها وأبنائها وطبعاً يدخل هذا في سياق توصية سيد رئيس الاتحاد طبعاً التربصات التكوينية التخصصية عندما نقول التربصات التكوينية التخصصية فنحن نقصد أولاً بالمحظرين البدنيين مدربي الحراس مدربي كرة القدم داخل القاعة ومدربي أو محللي الفيديو محللي الأداء الرياضي 92 محظراً بدنياً كانوا قبل أربع سنوات قد تقدموا ونجحوا في المسابقة وطالبهم الانتظار فتحنا لهم المجال وهذا ما يدخل ضمن واجباتنا والتزاماتنا لا نريد لا جزاء ولا شكور هذا حقهم المشروع فالآن هم على مواكبة نهاية هذا التربص وسكون لنا 92 محظراً بدنياً بديبروم في ديرالي يتخرجون بعد تحصيل علمي وتطبيقي قد يعطوا الإضافة إلى الوسط الكوروي خاصة أننا نعاني من هذا التخصص وتحسباً لدورة اتحاد شمال إفريقيا لأقل من 20 عاماً والمؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2025 تكلم مدرب المنتخب الوطني يسين منع عن القائمة المعنية والتي ستخوض غمار المنافسة القارية نتابع إجراء المنافسة تأهيلية هذه سيكون من 14 إلى 27 نوفمبر وتاريخ الفيفا راه وكما يعلم الجميع راه من 11 إلى 19 نوفمبر خلق سنها بعض المشاكل الشوية في استداء اللعبين ورغب هذا الحمد لله وفقناها رب العالمين ولقينا حلول مع الأندية وذاك وخرجنا بالقائمة أن الثلاث حراس مرمى عندنا مختار أنس ومنديل أنس القبي محمد هو لعب مواليد 2007 عندنا خليفة أنطني النمر زياد بنعطية أسامة فتاحين أنس قاسي يعقوب ونعيم عبد الحاميد هذو مدفعين عندنا وصل الميدان عندنا زغادي محمد بوزياني صلاح الدين ضالي رايان بلطايف زياد وصحراوي جبريل المهاشمين عندنا عباسي إسلام أخريب لحلو كوحيلي بن حمد قلي رايان خلفاوي وجيه ورمضاوي محمد المنتخب كما قاعدين تشوفوا فيه أمامكم راه متكون من 14 اللعب محلي وعندنا 6 ناعبين من أبنائنا لعيشين في الخارج مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة العزيز حسين هو الآخر كشف عن قائمة المنتخب الوطني والمعنية بالدورة العشرين من بطولة إيناف إيناف الاتحاد شمال إفريقي والتي ستكون من 11 نوفمبر إلى 23 من ذات الشهر والمؤهلة إلى نهايات كأس أمام إفريقيا نتابع لاليست دوين جوار عندنا لاليست اللي ترواقردي عن دبيت عندنا بوتلجا أحمد وعندنا منعاشور كامال وعندنا روابح 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 يسر عندنا سبعة مدافعين همزيان عبد الباري العيدة أسامة عندنا بعزيز وعندنا صبيحي وعندنا شرقي وعندنا العيدة أسامة وعندنا ماتوق نزيم في وسط الميدان عندنا شرفاوي وعندنا لشهب اللي نلاعبين درتيكا ستاني وعندنا بن حاكم محمد روابح 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 الخضر والعربي يوسف في خص الهجوم معهم قامليو أوفنسيف عشوري فطوش بودواب تييبا وتابت هذو 17 لاعب دوشون وعندنا 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 هذو 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 سنسافر بها 7 نوفمبر بأخبار المنتخبات الوطنية نختم فقرتنا الرياضية عودة إليك راتين شكرا لك أنيس على كل هذه تفاصيل الرياضية بالحصاد الرياضي مشاهدين الكرام نصل إلى نهاية هذا البس الحائل برنامجي هذا الصباح شكرا لكم على طيب الإصغاء والمتابعة سلام عليكم شكرا لكم